صباح الخير الافتتاحية لأن مبارح كان يوم مهم جداً وهيفضل يوم يعني يخلت في ذاكرة المصريين لسنوات طويلة كل الطواقف المجتمعية سواء بقى بنتكلم على أحزاب بنتكلم على شخصيات سياسية إعلامية شخصيات عامة نقبيين رياضيين فنيين حدث ولا حرج وفتح القوس وحط فيه كل فئات وطواقف يعني ألوان طيف الشعب المصري تحديداً كانوا مشاركين في جلسة الأمس اللي انطلقت من خلالها فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الكل كان موجود الكل كان بيشارك في طرح القضايا والأفكار والرؤى من أجل غاية واحدة وهو إعلاء الوطن إعلاء أو خلق مساحة من التواصل وخلق مساحة مشتركة بتجمع كل هؤلاء الأطياف المختلفة والمتعددة تحديداً للوصول لحلول توافقية ومساحات مشتركة بتستوعب كل أطياف المجتمع تحديداً لتمهيد الطريق للجمهورية الجديدة الجمهورية اللي بتستوعب الجميع اللي لا يتم إقصاء أو استثناء أحد فيها ولابد أن يتم ترتيب أولويات الدولة وفقاً للحالة التوافقية اللي شفناها إمبارح في انطلاق الحوار الوطني يمكن شيء بيدعو للفخر سواء من ناحية تنظيمية أو القضايا المطروحة أيضاً للنقاش بين التكلمة عالمية و13 تقريباً موضوع هيتم منقشتهم وكمان التنوع في اتجاهات الشخصيات اللي اتكلمت على المنصة بالأمس تحديداً الكل يمكن طرح رؤى طرح أيضاً وجهات نظر ضمن هذه المظلة الجامعة المظلة المصرية والأرضية الوطنية المشتركة اللي جمعت الكل بالأمس تحديداً ويمكن هو ده المبدأ الأساسي للحوار القائم على التوافق والقائم على أن الكل صوته بسموع كمان كان مهم جداً قرار مجلس ومناء الحوار الوطن بأن الجلسات تكون جلسات علنية وكمان يحضرها وسائل إعلام مش بس محلية لا يحضرها كمان وسائل إعلام عالمية علشان العالم ينظر إلى مصر وهي تتجه في الاتجاه الصحيح نحو مصار الديمقراطية الدولة المصرية الديمقراطية اللي بيحلم بها الجميع واللي يمكن شفنا يعني الركيزة الأساسية لها منذ أن دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق هذا الحوار حتى نستمع لبعض حتى نعلي من قيمة الحوار وقيمة يعني نتكلم على أن يكون في مساحات مشتركة فيما بيننا وأكيد ده وارد جداً طالما ما فيش حاجة تمنع طرام الغاية لكل واحد أي مكان اتجاهه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كل مصلحته مصلحة الوطن دي فليه لا؟ الاختلاف في الرؤى الاختلاف في الأفكار لا يفسد أبداً للوطن قضية دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحوار الوطني تحديداً يوم 26 إبريل 2022 في إفطار الأسرة المصرية وشفنا يمكن على مدار العام الجلسات الإجرائية التحضيرية لهذا الحوار حتى يخرج بالأمس بالشكل اللي احنا شفناه ده وبيعكس الشفافية بيعكس الرغبة الحقيقية في تقديم تجربة للحوار الوطني تجربة بتعليق بالدولة المصرية بتعليق بمستقبل المصريين تحديداً خاصةً إن الحوار من ضمن أهدافه ترتيب أولويات الدولة في المرحلة القادمة دولة كبيرة بحجم مصر دولة بها يمكن العقل والموارد البشرية فيها هي أغلى الثروة بتمتلكها خل مساحات مشتركة كمان ما بين كل الأطراف المشاركة في هذا الوطن تحديداً وبالتالي لازم يكون في فرصة لكل أطياف المجتمع المصري لمتابعة ما يدور من مناقشات في جلسات الحوار الوطني طيب إحنا بنتكلم على جلسة جلسة افتتاحية يمكن هي قطرة من غيث لما سوف نرى خلال الفترة القادمة بمشيئة المولى عز وجل الجلسة بتؤكد أننا أمام حالة حوار حقيقية بيشارك فيها كل أطياف المجتمع المصري باستثناء يعني من لا يعترف بالدستور ومن لطخت يديه بالدماء أو رفع السلاح في وجه المصريين تحديداً جلسات النقاشية للحوار الوطني هي بداية لمرحلة جديدة بداية لمشاركة كل القوى في مناقشة القضايا اللي بتهم الوطن والجلوس على طاولة واحدة طاولة نقاش دعم التوافق من خلال بناء جثور ثقة ما بين كل الأطراف وكمان تقديم مصلحة الوطن علشان يكون مصلحة الوطن أولاً هنا ما بنتكلمش على رؤى وأفكار بتفيد جماعة بعينها أو حزب بعينه أو فئة أو طائفة بعينها احنا هنا حالة توافقية الكل لابد أن يتوافق في ظل التحديات اللي بتواجه العالم ككل لا احنا بقى نقض ونعيد ترتيب أولوياتنا خلال الفترة القادمة علشان نكون على المصاري الديمقراطي الصحيح بدعوة كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي يمكن كمان تتابعنا الكلمة الخاصة بي السيد الرئيس المسجلة اللي تم إطلاقها بالأمس اللي بتؤكد على دعم سيادته لهذا الحوار والعمل على تنفيذ مخرجاته ويمكن السيد الرئيس كمان قال في كلمته أنه هو هيكون مشارك في الجلسات النهائية لهذا الحوار تحديدا ما احنا بنتكلم على حوار لا ينقصوا سوى الجلوس سويا التفكير إعلاء قيمة الوطن أولا وبالتالي نقدر اللي احنا نقول اللي احنا موجودين في دولة التاسع الجميع ودايما وأبدا الحوار واختلاف الرؤى والأفكار لا تفسد أبدا للوطن القضي نصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر يعني اسلامي يا مصر في كل حين ربنا يا ربي يسلم الجميع ويمكن تكون كده بداية هذا الحوار الوطني هي بداية خير يعم على الجميع لخلق مساحات مشتركة بين الجميع تحديدا في الجمهورية الجديدة قبل ما نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين ويمكن دلوقتي الساعة 7 و11 أو 12 ديئة الكل بيستعد ان هو ينزل يعني شغله فنحب نطمن على حالة الطقس أولا ونروح نصبح على لمياء حمدين ونعرف منها حالة الطقس يا لمياء الأخبار صباح الخير صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير على كل المشاهدين في كل مكان حالة الطقس طقس ربيعي يعني كل حاجة بتبقى فيه شوية هادية يعني الصبح بيبقى برد شوية بقية اليوم بيبقى حر شوية لكن طبعا سبعة 12 بيبقى الجو لسه فيه نسمة سقعة كده شوية شوية بالليل بقى بتبتدي تاخد معاك جاكت لو انت لبس لبس خفيف لبس جاكت والناس كمان اللي عندهم مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ياخدوا بلهم عشان بيبقى فيه أيام كتير قوي في فصل الربيع بيبقى فيه رياح مثيرة للرمال والأترم بصبح عليكم ومشاهدين في كل مكان وخلونا نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة صباحا وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء فيه كمان شبورة مائية الصبحة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال السعيد كمان فيه ناشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السحراء الغربية كمان فيه فرص لعمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وده هيكون على فترات متقطعة درجة الحرارة نهاردة في القاهرة 34 درجة وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38 درجة أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 27 درجة ونتابع مع حضرتكم التقصيب التفصيل بعد شويه يعني التحديات اللي بتواجهنا أكدت ضرورة الحوار الشامل والفعال وده اللي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة الأمس اللي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الكلمة المسجلة اللي قال سياته فيها أن الاختلاف فيه الرأي لا يفسد للوطن قضية وأن حجم التنوع والاختلاف فيه للرؤى والأطروحات بيعزز من كفاءة مخرجات هذا الحوار الوطني اللي أكد كمان أنه هو بيتطلع السيد الرئيس على المشاركة في الجلسات النهائية له تعالوا نشوف كلمة السيد الرئيس ونرجع نكمل معكم بيت الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الشعب المصري العظيم السيدات والسادة الحضور الكريم أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبالل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح ممهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم السيدات والسادة إن دعواتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مصارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءة العقول وصدق النواي وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونكتمع على كلمة سوا كما أن تعازم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة قد عززت من إرادته على ضرورة الحوار والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات وعلى مدار عام مدار ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تبعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوه الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري وننئذ أكرر تحياتي لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة فننأدعوكم إلى بزل الجهود لإنجاحها واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق وأكدا دعمي المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهاية وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة وأتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين عليها وعلى تنظيمها فمصرنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبزل من أجلها الجهد والعرق والدم وأن تجمعنا على حبها فيها الغاية وهي الوسيلة دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني تحيا مصر دائما وأبدا وإن شاء الله يكون بداية انطلاق جلسيات الحوار الوطني يعني هو بداية مبشرة وبارقة أمل لحل كل التحديات والمشكلات والعقابات وأننا نجتمع على كلمة واحدة نرتب من خلالها الأولويات في المرحلة القادمة للتغلب على التحديات العالمية التي توجه مصر وبالتأكيد هي جزء منها يعني وبتتأثر بطبيعة الحال كما يتأثر باقي الدول كمان مبارح كان في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي يمكن أبرزها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسيلي الفريق ركن محسن الداعري وزير الدفاع اليمني وأكد سيادته على في خلال هذا اللقاء أكد السيد الرئيس على دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومسندة جهود الحل السياسي للأزمة في اليمن كمان استقبل السيد الرئيس مبارح وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي وكان من بين هذا الوفد رئيس المجلس الخاص بمجلس النواب الأمريكي دعونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق الركن محسن الداعري وزير دفاع الجمهورية اليمنية وأكد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومسندة الجهود الرامية للتوصل لحل السياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمن الشقيق على مختلف الأصعيدة ويساعده على تجاوز كافة التحديات وصولاً لاستعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية إمبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة كافن مكارثي رئيس المجلس وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من بينها لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والأمن السبراني والبنية التحتية والموارد الطبيعية والاعتمادات وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بالنصر والولايات المتحدة وما يجمع بينهم من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة وأكد الرئيس الأهمية اللي بتوليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات إمبارح أقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة برئاسته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة وقال مدبولي أنه هيتم خلال أيام تنظيم مؤتمر صحفي عالمي بحضور وسائل الإعلام المصرية والعالمية لشرح محددات الموقف الاقتصادي وكمان الرد على التساؤلات المطروحة على الساحة بشأن عدد من الملفات المختلفة إمبارح وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لتوريد الأطن السنادي بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار الأطن طويل التيلة و4500 جنيه لقنطار الأطن متوسط التيلة السعر ده بيمثل الحد الأدنى اللي لن يقل عنه سعر التوريد إمبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر إبريل اللي فات وأثنى رئيس الوزراء على الدور اللي بتقوم بيه اللجنة الطبية العليا بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال مع غيرها من المؤسسات المعنية لتقديم العديد من الخدمات والبرامج الهدفة لتوسيع نطاق المستفيدين والوصول إلى المستحقين ننتقل مع حضراتكم من أخبار المحروصة لجولة أخبار المحافظات لأن بالتأكيد في مجموعة مهمة من الأخبار التي حدثت في المحافظات المختلفة اللي يمكن أولها محافظة قنة ببدء إطلاق أول شعلة غاز للمنازل بقرية العصيرات ضمن مشروع حياة كريمة في محافظة قنة أما في محافظة الإسماعيلية فتم بدء تركيب الوصولات المنزلية للصرف الصحي بالعويضة في الإسماعيلية إيه اللي حصل في باقي محافظات الجمهورية؟ ده اللي هنعرفه في هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من قنة اللي تم فيها إطلاق أول شعلة غاز بمنزل أحد المواطنين بقرية العصيرات وده في إطار خط التوصيل الغاز الطبيعي لمختلف القرى المستهدفة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في البحيرة تم إجراء المسح السمعي لـ 401-812 طفل حديث الولادة بنطاق المحافظة وده في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاق أمراض ضعف وفقدان السمع لحديث الولادة في الإسماعيلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الانتهاء الكامل من محطات وشبكة الانحدار لصرف صحي منطقة العويضة اتبع لقرية الشروق بمركز ومدينة القصصين مع البدء في تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين وفتح باب التعاقد للأهالي في الغربية تم بدء التشغيل التجريبي للورديات الليلية بالطوارئ ببعض وحدات الرعاية الصحية خاصة الموجودة في القرى الأم وعلى الطرق الرابطة بين المراكز والمحافظات المجاورة تشتمل الوحدات على سكن جيد مجهز للأطباء والتمريض مع إمدادها بجميع المستلزمات المطلوبة وكمان عمل تدريبات مكسفة لأطباء التكليف الجدد وأطقم التمريض على الإسعافات الأولية وخياطة الجروح البسيطة والتعامل مع حالات الطوارئ في المينيا نفذت مديرية الصحة قافلة طبية وعلاجية بقرية السلام اتبع لمركز بني مزار وتم الكشف الطبي على 1942 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات في كفر الشيخ أعلنت مديرية تضامن الاجتماعي عن تنظيم 27 فعالية ضمن برنامج مودة منهم 9 ندوات ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج وتسح حملات توعية بقرى حياة كريمة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في البحر الأحمر تم الإعلان عن فصل التيار الكهرابي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغداء لصيانة المحاولات الدورية وهيتم فصل الكهرباء عن منطقة الزراعة والتأمينات الاجتماعية يوم السبت من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2 الضهر هنسيب دلوات حضراتكم مشاهدين مع فاصل سريع لكن فقراتنا لسه متواصلة حتى العشرة صباحاً انتظرونا بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقصى هيكون مائل البرودة صباحاً وحار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء إنما مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب السعيد بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء وفيه كمان النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة وشمال السعيد كمان فيه نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وده هيكون على فترات متقطعة خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجوة النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمية وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك يا فان أهلا بيكي والتقس ربيعي 100% فطمانين عن حالة التقس النهاردة وإيه ممكن الزوهر الجوية اللي احنا ممكن نتعرض له النهاردة هو احنا التقس اليوم طبعا هيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة أو استمرار ارتفاع درجات الحرارة يمكن كمان اليوم هتكون زروة الارتفاعات لأن متوقع اليوم العظم على القاهرة الكبرى 34 درجة مقوية خلال فترة النهار والارتفاع ده بيشمل كافة محافظات الجمهورية فأجواء فترة النهار هتكون الأجواء ما بين الحرارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المحافظات المناطق الشمالية هتكون حرارة المناطق الجنوبية هتكون شديدة الحرارة لأن طبعا الكتلة الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتلة هوائية قادمة من الصحراء الغربية هي كتلة هوائية جنوبية ففيها ارتفاع في درجات الحرارة كمان مع زيادة فترات سطوع شائعة الشمس خلال فترة النهار خلال فترات الليل أيضا هيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى فترة الليل هتكون 22-23 درجة مقوية فأجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية وخاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر كمان اليوم فترة الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وقدت لانتفضت فيه رؤية الأفقية لكن هي سرعا ما بتتلاشى مع سطوع شائعة الشمس يعني تقريبا على الساعة سبعة صباحا متبدأ تدرجان الشبورة المائية في التلاشى وتبدأ الرؤية معاها تتحسن على أغلب الطرق بالإضافة كمان أن اليوم متوقع أن يكون فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مرورا بمطروح والضبع والأسكندرية لكن هي فرص ضعيفة الأمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية كمان اليوم هيكون فيه نشاط لرياح على السواحل الشمالية الغربية هيكون مسير لبعض الرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية مطروح السلوم سيوة كمان بالإضافة مع نشاط رياح المسير للرمال والأتربة هيكون فيه أتربة عالقة على بعض المناطق من المحافظات جنوب البلاد شمال والجنوب السعيد على مدار اليوم متوقع إن شاء الله من غدا تبدأ درجات الحرارة نخفض انخفاض طفيف لكن هنحس بالانخفاض الفعل في درجات الحرارة إن شاء الله من يوم السبت القادم هتبدأ الكتل الهوائية الشمالية بشكل كبير تأثر علينا منخفض جوي موجود في طبقات الجو الهولية فبالتالي هنحس بالانخفاض درجات الحرارة فترة النهار وأيضا فترات الليل النهار هتكون 27 درجة مقوية بالليل هتكون بين 16 ل 15 درجة مقوية عشان كده هنأكد على كل سادة المشاهدين مش عاوزين ننخدع بالاختفاع في درجات الحرارة ونرتدي الملابس الصيفية دلوقتي خلينا نأكد إن ما فيش مشكلة من فترات النهار مع أي نوعية ملابس فترات الليل مهم جدا ناخد بنا من نوعية الملابس لأن لسه هيكون فيه برودة في الجو خلال فترات الليل خاصة كمان إن احنا متوقع نكون معنا نشاط الرياح خلال الأيام القادمة هيقصة بشكل كبير على إحداثنا بدرجات الحرارة ونحسب أكثر بانخفاض درجات الحرارة هيكون فيه بعض الأتفابة والمال المصرع غدا إن شاء الله الجمعة فمهم جدا مرضى الحساس الفضرية والجيوب الأنفية فإحنا هنفتج بكرة الجمعة لازم يعني يفضل ارتفاع الكمامات بالإضافة كمان فيه فرص الأمطار هتزيد الجمعة والسبت إن شاء الله على المناطق السحالية لكن هي بصفة عامة الأجواء متزبزجة لسه ما بين الارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة فمهم جدا إحنا لسه في الرباح خاص للتقلبات الجوية الحبة والسريعة مهم قبل ما نقصد من البيت نعرف الحالة الجوية وإيه ظواهر الجوية المختلفة اللي هتأثر علينا نبدأ نتكيف مع إيه ظروف جوية مختلفة وإحنا مشكرك في النهاية شكرا جزيلا للدكتورة منار غينة معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدين تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقع النهاردة ونبدأها بقى القاهرة اللي العظمة فيها 34 والصغرى 22 العاصمة الإدارية 34-22 إسكندرية 31-18 العلمان الجديدة 28-18 مطروح 28-18 طميات 30-18 بورسعيد 29-19 الإسماعيلية 33-21 السويس العظمة فيها 34 والصغرى 22 العريش 28-18 كاترين 27-12 طابة 32-22 حلايب 30-20 شلتين 32-20 شرم الشيخ 35-23 الغرداء 35-23 نروح للفيوم العظمة فيها 34 والصغرى 21 بني سويف 34-21 الوادي الجديد 36-21 أسيوت 35-19 سهاج 36-20 قنة 36-20 لؤسر 37-21 وأخيراً أسوان 38-22 دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وكمان دي توصيات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية هنروح لأحمد نكمل معاه باقي فقراتنا شكراً لك يا لامي والشكر موصول طبعاً لدكتورة مونار غيانب كمان يمكن الثروة الحقيقية الثروة العظمى اللي بتمتلكها مصر وأهم ثرواتها هو العقل البشري أو الموارد البشرية تحديداً والقوة البشرية إن دايماً العقل البشري ما بيكون يعني عنده قدرة على التواصل وعنده قدرة على إنتاج كل ما هو جديد هيكون معانا في فقرتنا يعني أو إحدى فقراتنا فيه اتنين من طلاب لسه يمكن في المرحلة الابتدائية لكن قدروا اللي هما يفوزوا في مركز متقدم من مراكز المسابقات العالمية في تصنيع الروبوت إيه اللي حصل وإيه اللي عملوه هنعرفه لكن هنروح دلوقتي نعرف مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل وكمان أهم المتشاط اللي هتتلعب في الجولة السبعة وعشرين من الدوري المصري والجولة تمانية وعشرين المؤجلة من الدوري الإنجليزي بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهتنظم مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الاجتماعها يشهد تسلم مصر رسمياً الرئاسة المشتركة لأعمال المنتدى مع الاتحاد الأوروبي النهاردة لجنة الانضباط بالكافحة تجتمع لبحث العقوبات المتوقع على نادي الترجي التونسي قبل مواجهة الأهل في نصف نهاء دوري أبطال إفريقيا والترجي التونسي مهدد بعقوبات بسبب أعمال الشغب اللي حصلت خلال مواجهة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهاء دوري أبطال إفريقيا النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة هيلتقي حرس الحدود مع طلائع الجيش الساعة 7 في نفس التوقيت هيلتقي المؤولين مع البنك الأهلي والساعة 9 ونص بالليل مباراة فيوتشر مع فاركو النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 28 المؤجلة من عمر المسابقة هيلتقي فيها منشستر ينايتد مع برايتن الساعة 10 بالليل زي ما قلت لحضراتكم العقل البشري في مصر تحديدا هو القادر على حل الأزمات بنلاقيه هو اللي بيخطط هو اللي بيدبر هو اللي بيقدر يحط أفكار تقدر اللي هي تخرجك من المشاكل اللي موجودة بشكل عام وهي دي أكبر ثروة حقيقية بتمتلكها مصر هي ثروة مواردها البشرية تحديدا فيه اتنين من طلاب المرحلة الابتدائية أو لسه بيدرسوا في المرحلة الابتدائية قدروا اللي هم يفوزوا بالمركز الأول في المسابقة العالمية لتصنيع الريبوت اللي تم إقامتها في رومانيا بمشاركة 300 فريق على مستوى العالم عمر مصعد وردينة فيصل أجيال مشرقة هيكون لهم يعني إن شاء الله مستقبل كبير جدا في مجال العلوم البرمجية وهيقدروا اللي هم يعني يحطوا مصر بإذن الله يعني على خارطة تصنيع الريبوتات تعالوا نشوف إين عملوا وإزاي دخلوا المسابقة دي من خلال هذا التقرير وسط منافسة قوية بمشاركة 300 فريق على مستوى العالم حصل الطالبان عمر محمد مسعد وردينة فيصل بالصف الخامس الابتدائي على المركز الأول في المسابقة العالمية لتصنيع الريبوت والمعروفة باسم روبوتوك تشامبيونشيب التي أقيمت في رومانيا مسابقة الرابط العالمية تم تنظيمها من قبل جامعة أوراديا وتفوق الطالبان عمر وردينة على ما يقرب من 300 فرقة من حوالي 16 دولة على مستوى العالم وسجلاء أعلى سكور ليحصداء المركز الأول يعد هذا التفوق ليس الوحيد للطالب عمر محمد مسعد في مجال العلوم والبرمجة فقد حصل في وقت سابق على المركز الثاني في الفلك على مستوى الوطن العربي في مسابقة أقامها أحد العلماء المهاجرين منذ عامين والذي يعمل كمحاضر فيزياء في أكثر من جامعة في أمريكا وحصل وقتها عمر على جائزة مالية قيمة وكرمت مدرية التربية والتعليم بالقاهرة الطالب عمر محمد مسعد من مدرسة أبو بكر الصديقة الرسمية لغات والطالب ردينة فيصل الشناوي من مدرسة الشهيد محمد أبو عبيد الرسمية لغات بإدارة المعاد التعليمية لفوزهما بالمركز الأول في مسابقة الرابط العالمية وذلك باعتبار أن الابتكار أحد الركائز الأساسية للعصر الحديث والذي يعتمد على تبني الإبداع ونماذج الابتكار والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 عمر مصعد وردينة فيصل يعني اتنين بيخلونا نشعر بالفخر وهم معنا دلوقتي يعني من خلال الزوم ردينة وعمر معنا على التليفون ونصبح عليهم صباح الخير يا عمر صباح الخير يا ردينة ردينة خليني أبدأ معك إنتي الأول ده بعد إذنه عمر طبعاً وأعرف إيه هو المشروع أو الابتكار اللي أنتو دخلت به المسابقة وقدرتوا اللي أنتو تنفسوا وتاخدوا المركز الأول نساعدة كانت هو الروبوت كانت روه اقطعته فاللائم فاللائم ده نسخة مصغرة من حاجة استخدمها في المصانع بيعملوا له خطف الأرض عشان يمشي عليه من مكان يروح المكان ويشير حاجة إلى مكان تاني وده بيوفر وقت كبير جداً فارقاً بين الإنسان وهو الربوط يعني أنا عارف يا رودينا أنه يمكن الموضوع جديد عليك يبقى فكرة الإعلام وأن الأضواء تصلت عليك فكده أنت مرتبكة شوية لكن خلي بالك أن ده هيبقى اللي جاي بقى لما يبقى عندنا علمة إن شاء الله ومهندسة مبتكرة لأول روبوت في مصر يقدر اللي هو يفيدنا في حيات كتير هيكون عمري طبيعياً يبقى معك وسائل الإعلام كتير قوي فأروح لعمر وارجع لك تاني بس عاوز أعرف منك يا عمر يعني في البداية الابتكار ده خد معكم وقت قد إيه سواء كان في التصميم أو التنفيذ أولاً كان في التصميم لما كنا بنصمم الروبوت كعادنا فيه كحوالي أربع ساعات ونص يعني حصة ونص من الفصص بتاع الأكاديمية ثلاث ساعات ونص بس البرمجة كانت أزيد من كده بشوية كانت حوالي حصتين أو حصتين ونص لأن البرمجة كانت مش سهلة يعني علشان هو البرمجة نفسه اللي كانت تعل بس البرمجة اللي مش كانت تعل طيب خليني هسألك على حاجة يعني فكرة الثلاث ساعات ونص والوقت اللي أنت بتقول عليه ده أكيد سبقوا فكرة تدريب وإعداد كبيرة خدت منكوا أدية تدريب أو إيه اللي خلكوا أصلاً أنتوا تدخلوا في المجال ده أو في النوع ده تحديداً من المسابقات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا أنا كنت من ونة صغير كنت بحب بالحاجات دي أنت لسه صغير يا عمر أوه مجرد أنت كام سنة؟ اه اتناشر ورودينا أنت كام سنة يا رودينا؟ اتناشر اتناشر أنتوا اللي اتنين في مدرسة واحدة ولا تعرفتوا على بعض ازاي عشان تكونوا موجودين في التيام ده لأ تعرفوا على بعض في الأكاديمية تعرفتوا على بعض في الأكاديمية طيب كلميني بقى دخلت الأكاديمية إمتى وإن اللي خلاك تروح وتتجه للنوع ده تحديداً من العلوم تقريباً دخلتها من حالي تسعة شهور كده أه 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 أما أنا ليه؟ دخلت الأكاديمية ليه؟ نعم إيه اللي خلاكي تدخلي الأكاديمية؟ أه لأنها من أشهر أحسن أكاديمية سنسوص أه وأنت أصلاً بتحبي فكرة تصنيع الروبوتات واللي أنت تبرمجي الروبوت ولا الموضوع بدأ معك إزاي؟ أنا كنت أحب الروبوت والتكنولوجيا قوي من وأنا صغيرة مم أيضاً أنتم مصممين وأنا صغيرة جميع أنتم صغيرين نحن نعملي طيب طيب عمر أريد أن أعرف مين اللي ساعدكم فيه اختيار الفكرة ومين اللي ساعدكم فيه التنفيذ قبل دخول المسابقة فكرة الإعداد أه 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 هو اللي اختارنا المسابقة اللي احنا دخلينها اللي هي فول لائم اللي ساعدنا في البرمجة والتركيب وكل حاجة كان الكوتش بتاعنا طيب وأكتر حاجة صعبة وجهتكم بقى في التنفيذ والابتكار وقدرتوا اللي أنتم يعني تعدوا صعوبتها كانت إيه يا رودين يعني عمر تكلم على فكرة إن البرمجة ما كانتش أسهل والبرمجة كانت صعبة وخدت منها وقت شوية أنت بقى يعني أثناء تنفيذك لي المشروع ده ودخلك المسابقة شايفة أي أكبر حاجة كانت عائق أو كانت تحدي ليك اللي أنت تتغلب عليها أه الصرعة الصرعة ترجوك نحن يعني والمسابقة دي أصلا النوع ده اللي إحنا دخلوني باعتمد على السرعة ففي الأول ما كانش السرعة أحسن حاجة بس مع الوقت أنت عاوزة تقولي فكرة الوقت يعني فكرة التنفيذ سرعة التنفيذ في وقت قليل الأول كان بيأخوا بينكم وقت لكن بعد كده قدرتوا أنتم توصلوا للثلاث ساعت ونصف اللي قال عليها أمر يعني على أي حال إحنا بنشكركم وإن شاء الله تكونوا ضيوف هنا معانا في صباح الخير يا مصر عن قريب وده يعني طبعا شرف لينا وجود نباذج مشرفة زيكم عمر مسعد ويرودينا فيصل اللي فازوا بالمركز الأول فيه مسبقة الروبوت العالمية برومانيا وإنتوا يعني بتأكدوا وبتدونا بارقة أمل أن الأجيال الجاية قادرة فعلا على تغيير مصر أمور كتيرة بسلاح العلم والتكنولوجيا طيب خلونا علشان يعني نروح لموضوع آخر ونتكلم على فكرة عمل تنمية حقيقية لأن علشان تعمل تنمية حقيقية لازم يكون عندك بنية أساسية جاذبة للسكان وجاذبة أيضا للمستثمرين علشان كده الدولة اهتمت بشبكة الطرق والمحاور والأنفاء اللي بتربط سينة بمحافظات الدلتة وباقي المحافظات تعالوا نشوف هذا التقرير موسيقى الدولة المصرية وضعت أولوية كبيرة للتنمية الشاملة في سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتة والمحافظات وتأتي تنمية سيناء ضمن تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزرعية وتعدنية ومجتمعات عمرانية حديثة كذلك تم مد الطرق والجسور والأنفاق بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبر العيش الكريم له على الأصعدة كافة تم تنفيذ هذه المشروعات في وقت كانت فيه معارك كبيرة للتصدي للإرهاب تجري من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء والذين كان لهم دور كبير في القضاء على الإرهاب والتكفيرين من أجل تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة قامت تنمية سيناء على ثلاثة محاور لتحركات الدولة من أجل تغيير شكل الحياة وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك تم التركيز على حرب الإرهاب بالتوازي مع البدء في عملية التنمية الحقيقية وعملت الدولة المصرية على تشهيد ستة أنفاق تحت قناة السويس وسبعة كبار عائمة بالإضافة إلى مجموعة من الطرق تتجاوز ثلاثة ألاف كيلو متر ومحاور تكفي لعملية التنمية لخمسين عاماً قادمة بالإضافة إلى إنشاء خمس مطارات في سيناء ونفذت الدولة موانئ بحرية وجافة على أعلى مستوى وتشمل خطة التنمية الاقتصادية بسيناء التركيز على الزراعة والتنمية السياحية والصناعية لأن سيناء بها العديد من المساحات القابلة للزراعة لكن التحدي الأكبر كان توفير المياه التي نجحت الدولة في توفيرها بكميات كبيرة وكانت رؤية الدولة المصرية لسيناء هي استصلاح رقعة زراعية تقدر بأربعمائة وخمسين ألف فدان فضلاً عن إنشاء خمس مناطق صناعية جديدة على مساحة ثلاثة وثمانين ألف فدان وعلى مستوى قطاع البترول والاكتشافات الخاصة بالغاز فقد تم ضخ استثمارات بتكلفة ثمانية عشر مليار جنيه في هذا القطاع بشمال سيناء واحد لما بيشوف الصور الخاصة بتنمية شمال سيناء تحديداً بيحصل له نوع من أنواع الفلاشباك كده وبيرجع إيه اللي حصل في سيناء خلال فترة بنتكلم تحديداً من 2013 أو 2012 لحد وقتنا ده كان زمان الصورة اللي بتصدر والصورة الذهنية اللي موجودة لدى الغالبية العظمة أو السواد الأعظم في مصر هو فكرة إن سيناء يعني بنتكلم على حروب بنتكلم على إرهاب لكن مش ده الموضوع خالص لأن الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان عندها رؤية والرؤية دي كانت رؤية حقيقية ورؤية مستقبلية لتأمين مستقبل اللي موجودين في سيناء مش هنفضل تنمية سيناء مجرد شعار براخ وحد يثوال أحرج عنه ويمكن فكرة اللي انت بتبيع بفكرة احنا بننمي سيناء لأ النهاردة احنا عندنا تنمية حقيقية موجودة في سيناء ونتمنى ان نكون بقى الدراما والمسلسلات في الفترة القادمة بتشتغل على فكرة ازاي الحياة وجودة الحياة عادت لطبيعتها لأ بل أفضل كمان كان زمان عندنا كبري أو نفأ واحد هو اللي نقدر نعبر من خلاله النهاردة عندنا منتكلم في ست أنفاء ومنتكلم في سبع كبار عائمة منتكلم في مجمعات صناعية منتكلم في مجمعات زراعية 450 ألف فدان تم من خلالهم اتساع يعني الرقعة الزراعية لأن كان الخيار هو الأمن والتنمية علشان تقدر اللي انت تضحر هذا الإرهاب أو يتم ضحر هذا الإرهاب وتقدر اللي انت ترجع أهالي سيناء يعيشوا في مستوى لا يقل أبدا عن مستوى الحياة داخل المدن والأماكن المتحضرة تحديدا بالوقت معدنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع لم ياتفضل يا لمي شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دعوته للحوار الوطني التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أكد الرئيس السيسي أن مصر الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النواية وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلمنا وأملنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونكتمع على كلمة سواء مشيرا إلى أن تعظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة العصائبة عززت ضرورة الحوار معربا عن تطلعه بأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهة النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات ودعا رئيس السيسي كل المشاركين إلى بدل الجهود لإنجاح هذه التجربة الوطنية المحترمة وأقحى من المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحفظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها ويمنع الإنزلاق نحو الفوضى والدمار مؤكدا بدل مصر أقصى الجهد لدفع مصار الحوار السياسي السلمي في سودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التدعيات الإنسانية لنزاع وخلال استقباله وفدا رفع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة كيفين مكارثي رئيس المجلس وعددا من رؤساء وآضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أكد رئيس السيسي الأهمية التي تليها مصر للتواصل مع قيادة الكونجرس الأمريكي في إطار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء تترق إلى قضية الفلسطينية حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة من جانبه أعرب مكارثي عن تثمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية الإيجابية في هذا الصدد مشيرا إلى دور مصر الفاعل في الحفاظ على التهديئات بين الجانبين الإسرائيلية والفلسطينية والدفع نحو تنشط عمليات السلام أكد رئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الأخوة الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة ويساعده أيضا على تجاوز كافة التحديات وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مصر التنمية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق الركن محمد الداعري وزير الدفاع الجمهورية اليمنية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير اليمن بالقاهرة من جانبه أكد وزير الدفاع اليمنية التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والجهود المصرية الدعمة لاستقرار اليمن معاربا عن التطلع لتعزيز أطور التعاون الثنائي المشترك في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربية دعت رئيسة الحكومة التونسية نجل أبودن إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية بالإضافة إلى وضع خطة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشح المائي في تونس ودراست أيضا المقترحات المقدمة من وزارة الرأي التونسية لتجاوز إشكالية الشح المائي في البلاد أفد ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوات الروسية وضعت معدات عسكرية وأسلحة ومتفجرات في مباني قسم التوربينات بوحدة الطاقة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تسيطر عليها منذ أكثر من عام وفقا لللجنة التنظيمية النووية للحكومة الأوكرانية وشدد ممثل الوكالة الدولية في تقرير لهم على أن القرارات والإجراءات غير الملائمة من قبل الجيش الروسي تعرض للخطر كل من مؤظف المحطة النووية وسكان المناطق المجاورة وأكدت الطاقة الذرية أنه في حال حدوث أمر طارئ في زابوريجيا فإن العواقب لن تؤثر على أوكرانيا فقط لأنها ستكون ذات طبيعة عابرة للحدود مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل يعني في الحقيقة في حالة من حالات الحراك الغير عادية اللي بتحصل في مصر وحالة من حالات المرونة اللي ما شفناهاش قبل كده خاصة في ما يخص القوانين وأيضا التشريعات المرح مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفلة التعديلات دي بتتضمن منح المرأة إذا كانت حاضنة أو بتكفل طفل عمره أقل من ست شهور تحديدا نفس مدة الأجازات والحقوق اللي بيحصل عليها الأم الطبيعية كمان من بين التعديلات كان فيه تعديل بيتضمن زيادة الغرامة على من يتأخر في التبليغ عن ميلاد الطفلة ووضع قوبة أيضا لمن يهمل فيه رعاية ومراقبة الطفل وحمايته خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهم التعديلات في قانون الطفل وأهمية كمان هذه التعديلات وتأثيرها بشكل يعني إيجابي سواء كان على المرأة أو على الطفل من خلال ضفنا الكريم الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي اللي بنوارنا في صباح الخير يا مصر رباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فهدف دكتور دكتور خليني أشوف الأول مع حضرتك إزاي تبعت هذه التعديلات وإيه أهم التعديلات اللي حصلت على القانون رقمت نشر المشرع المصري زي ما تفضلت حضرتك وقلت بيتسم بالمرونة يعني بيتدخل ليعدل أو بيرصد ظاهرة عشان يدخل يجرم صحيح الاجتماع بتعنبارح شهد محورين تشريعي بالغي الأهمية أولهما يتعلق بحماية الجنائية للمرأة بصفة عامة بتعديل خطوت التشريعية فيما يواجه ظاهرة التحرش المشرع المصري من الأساس السنة اللي قبل اللي فاتت بالقانون 41 لسنة 21 كان تدخل وجرمها ما انتظرش كتير قوي عشان يدخل يعدل تضمن اللقاء أو الاجتماع مبارح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل فيما يتعلق زي ما حضرتك تفضلت فيما يتعلق بالأم الحاضنة أو الأم التي تكفل الطفل أو الإهمال اللي بدأت المجتمع يرصد بعض حوادثه التي تقع من كلال قيادة الأطفال لبعض السيارات تسليم أولئة الأمور أطفالهم عربيات ويبقى الطفل دون السن ويأخذ على العربية ويرتكب بها حادثة يترتب عليها نتائج قد تكون أشد جثام ولكن يا فاند لأن الدولة المصرية تكفل حرية الرأي نقول أن هذا المشروع عشان ما ندخلش نعدل تاني يحتاج إعادة النظر في بعض الأمور لأن المشرع المصري إمبارح في مجلس الوزراء بيقول أنه أنا هدي للأم الحاضنة أو الكافلة ست شهور طيب أنا من وجه أجازة من العمل للتفرغ لرعاية الطفل زي الأم الطبيعية زي الأم الطبيعية رؤيتي بالنسبة لهذا القانون أن الطفل دون السنة مش هيبقى قادر برضو يعتمد على هو بعد السنة مش هيعتمد برضو ولكن من نقول ست شهور ست شهور أتبقى قليلة شوي تاني حاجة المشرع المصري هو دايما بيبص بعين إيجابية لكن أنا ممكن أدي الأم الكافلة أو الأم الحاضنة الست شهور دي وديها أجازة من عمل هي بتاخده وتروح تشتغل في مكان تاني فأنا لازم أرتب عقوبة على مخلفة الناص لأن أنا بدي الست شهور أو السنة المقترحة من وجهة نظرنا لرعاية الطفل مش امتياز للأم فإذا خلفت أدي عقوبة أدي عقوبة لأن هذا الحق مقرر للطفل المشرع المصري امبارح في مجلس الوزراء لم يكتفي بأن يقرر ميزة أو حق الطفل في الرعاية خلال ستة أشهر ولكن ادالوا اتفاقا مع اتفاقية دولية لحقوق الطفل الموقعة سنة تسعة وتمينين واللي احنا وقعنا عليها الحق في الإبلاغ عن الميلاد المشرع ما حددتش احنا حابين بس الأول اللي احنا برضو نؤكد ان ده لسه مجرد مشروع قانون يتم طرحه على مجلس النواب والموافقة عليه ولذلك بنبدي رأينا لأننا في معرض الكلام قلت ان احنا عملنا قانون التحرش 141-2021 ودخلنا بنعدله في 2023 والنصوص الجزائية عايزة مزيد من السبات والاستقرار لأنه لا يجوز الاعتداد بالجهل بيحكي معه ماينفعش اقول انا ماعرفش طيب انا مش عايز بقى كل شوية ادخل اعدل عايز مزيد من السبات والايه والاستقرار يبقى لما هاجي وانا بعمل مشروع القانون بدل ستة طيب ماشوف سنة طيب الام اللي تخالف انا مرتبتش عقوبة جنائية على الام التي تخالف لان المخالفة في الفترة دي قد ترتب اثار جسيمة على الطفل بسيب الطفل الوحده قد يتعرض للهلاك قد يتعرض للخطر انا بدي لها اجازة من مكان ده فممكن تستفيد بها وتطلع تعمل حاجة عمل تاني وربما نحن لنا نحية في المدينة الفاضلة سيد الفاضل فلابد ان يكون هناك ايه جزاء هذه واحدة الاخرى المشروع الابلاغ بس قبل ما ندخل على النقطة الاخرى العقوبة هنا بتكون ايه او مفيش عقوبة المشروع جاي مفيش عقوبة ولكن انا بقرة سيد حاجة بتقول لابد ان يكون هناك جزاء اه جزاء امتى اللي انا همتنع عن عمل مثل هذا الفعل او هذا السلوك لما يكون فيه عقوبة قانون راضع اه تمام انا مش اقدر ادع عقوبة الحال يعني انا مش اقدر اقترع عقوبة الحال ولكن تكون عقوبة الغرامة لان الجزاء من جنس العمل يثبت الطفل عشان تعمل يتناسب مع العمل بتاعه فمن فشنا ادي عقوبة سليبة للحرية لا ادي عقوبة تنقص من العناصر الزمة المالية ادي عقوبة الغرامة انت عايزة تشتغل بقى وصيبة الطفل انا هاخد منك جزء مستخدم جزء بقى عقوبة الغرامة دي فاحقق الرضع فهكفل تكامل الحماية المفروضة للطفل في السن ده عظيم حضرتك ده فيما يتعلق بالنقطة دي لكن هو في اجماله رائع من المشرع المصري ان يكفل الحماية ولكن احنا مش في سبيل كفالة الحماية احنا في سبيل تكامل فالدكتور معلش احنا في عهد تمكين المرأة وبنتحدث عن يعني يمكن فترة تمكين لم تحدث ولم يسبق لها مثيل في عهد السيدة الرئيسة عبدالفتاح السيدة ربما يخرج بعض المناصر لقضية المرأة ويقول لحضرتك انت كده بتيجي على المرأة علشان خطر الطفل لا ما هو الطفل ده هناك حقوق للطفل مش مصر او المشرع المصري اللي اتكلم عنها ده الاتفاقية الدولية اللي وقعت عليها المجتمع الدولي كامل سنة 1989 اللي كفلت هذه الحقوق للطفل وانا مقدرش اتأخر من رحم هذه الاتفاقية لان انا موقع عليها امام المجتمع الدولي عفوا الوجاحة الدولية بتقتضي ان انا افعل نصوص هذه الاتفاقية وإلا اتساءل لماذا قعدت مصر عن تفعيل نصوص اتفاقية تكفل حماية الطفل ولكن ليس معنا يا فندم تمكين الطفل تمكين المرأة تمكين المرأة ان انا اقصر الطفل حماية الطفل الطفل ولذلك فقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019 من اربع سنين وفي جامعة القاهرة قال حضرات الاسرة هي نواتي هذا المجتمع حافظوا على الاسرة حافظوا عليها ازاي لكن نسخة من نسخ الشباب اللي تم اقامتها في جامعة القاهرة وتم فيها اعلان عام عندما تساءل السيد الرئيس وكلنا بننسى ماذا حدث للمصريين ايه اللي حصل لكم مصريين تساءل هذا الرئيس هذا السؤال تحديدا وليزا يا فندم الاسرة هي نواتي المجتمع ده الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل قالت هذا المصطلح تحديدا قالت الاسرة هي نواتي المجتمع ويجب الاهتمام بالاسرة من خلال الاهتمام بالطفل التربية القويمة للطفل ولذا حضرتك لو استدركت مشروع القانون التالي لذلك هتلاقي حضرتك ان المشرع الجنائي المصري ما كفلوش الحماية في الست شهور او اي فترة يسميها المشرع المصري لا ده كفلو الحق في البلاغ عن الاسم ده المشرع المصري وان كان برضو لينا رؤية في إطاق ان المجلس بيسمع وبيسمع جيدا وحقيقي بيستجيب للكلام ده هو قال انه يتم الابلاغ عن الطفل واذا لم يبلغ بيأخذ العقوبة نضيف كلمة بأي وسيلة ان يكون الابلاغ هنضيف كلمة بس بأي ان يكون البلاغ بأي وسيلة ليه؟ لان ممكن يكون الابلاغ من خلال الادلاغ الشافوي امام الموظف وممكن تتطور الدولة المصرية خلال السنة اللي جاية السنة اللي بعدها ويكون الابلاغ الالكترونية يبقى انا طب اجربه ازاي حضرتك ما انت لما جيت في جريمة التحرش من الفين واربعتاشر قلت كل ما انت عرضة للغير وي 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 عشان نجرم التحرش الالكتروني نصت علي نصنا قلنا او بأي وسيلة رقمية يبقى انا محتاج انصه من دلوقتي اهو قول حضرتك بأي وسيلة طيب موضع اخر المشرع قال والله اللي هيتم تسليم طفل ليه لرعايته او يهمل في الرعاية ياخد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة جهور من اللي هيقرر بقى شكل الاهمال في هذه الرعاية عظيم سؤال رائع ولكن هل هو الاهمال بس يعني المشرع المصري هل هو الاهمال بس اللي ياخد ثلاثة شهور ام ان هناك صور اخرى ده في اربع صور اخرى لابد ان ينصوا عليهم المشرع المصري ويجمحهم في عبارة بين قصين مع الاهمال وهما سواء اهمل او لم يحتاط او لم يحترز او كان هناك رعونة او عدم مراعاة القوانين التي تنظم رعاية الطفل يبقى الخامس صور دولة حضرتك اذا وقع فيهم المسؤول عن الطفل او من سل ما اليه الطفل ياخد العقوبة اساوي بين الاهمال اي بس مش في عقوبة وهي عقوبة اهمال مراقبة الطفل ما فيه اهمال طيب ما اعتقد الخمس اشكال اللي حضرتك تكلمت عليهم دول لا 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 يخضعوا تحت القانون لا يخضعوا تحت القانون عقوبة لا يخضعوا عفوة لمقام سيادتك الكريم ان هنا الاهمال ده فقل غير عندي يعني هو لما جاي يتكلم عن الادلاء بالبيانات والحدي يتكلم على الحيطة عدم الحيطة صورة مغيرة للإهمال لان حضرتك انا عندي الجريمة الغير عندي بتقع بخمس صور حصرا ما ينفعش نزود علوم ستة ونفعش نقول لهم اربعة اللي هم واحد واحد الإهمال اتنين الرعونة تلاتة عدم الاحتياط اربعة عدم الاحتراز خمسة مخلفة القانون المنظم لحقوق الطفل يبقى انا لما حطت الخمسة دول يبقى بعمل تشريع جامع مانع للطفل لما اجي اقول اهمال بس طب فيه رعونة الرعونة ليست إهمال طب فيه عدم الاحتياط عدم الاحتياط ليس إهمال طيب عدم مخلفة القانون المنظم لحماية الطفل ماهوش إهمال لكن لما احط الصور الخمسة للمسئولية الجنائية عن الفعل الغير عمدي الوقت يترتب عليه الضرر لان انا في الوقت ده المشرح في القانون ده جامع بين حبتين يا فندم جامع بين سلوك خطأ وسلوك يرتب ضرر وهناك فرق بين الخطأ وبين جرائم الضرر نفسها طيب دكتور حضرتك في البداية قلت الجزاء من جنس العمل العمل حلو هل بتختلف العقوبة في حالة تعرض الطفل للخطر المشرع المصري ساوى وهنا هنقوله انت ساوى بمعنى بمعنى قال العقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة لما اجي اقول الحبس ايما كان الفعل ايما كان الفعل يبقى انا لما اجي اساوي بين الجريمة العمدية والجريمة الغير عمدية اللي هي جرائم الخطر لا ده بيحتاج ده بيحتاج المحكمة الدستورية المصرية ارثت مبدأ صار عليه القضاء المقارن كله حضرتك في فرنسا وفي ايطاليا قالت انه لا يجوز معاملة المتهمين على انهم علائق متناظرة يعني ما نعملش كله زي ايه زي بعض كل فعل بشكل جريمة ياخد عقوبة يبقى انا اخلي جرائم كل من عرض الطفل للخطر اقول الحبس مدة لا تقل عن سنة ليه لان انا غير الاهمال الاهمال والله ما اصد مش اصدي بس هقع عقبك عليه عشان ايه اهمال لكن صورة من صور الخطر اللازي تعرض الطفل للضرر لا ده قد تصل المرحلة دي لفعل القتل ان الطفل يموت يبقى انا ما سويش بين جرائم الخطر اللي عبرة بس بقى حشان اقول لحضرتك حضرتك ومستمعينك الكرام تحسب الموازنة بتاعتها ازاي في الاهمال لازم تتحقق النتيجة لازم انت تتحقق نتيجة مادية لان احنا بسميها الجرائم المادية احمل نتيجة الاهمال ترتب عليه ايه مش كده ينفع حسب حضرتك ينفع حسب حضرتك حضرتك سائق عربيتك وعفوا استضمت بشخص لو الشخص ده ما ماتش ينفع اقولك انت خطلت خطأ لا لازم ان ايه ينفع انت تتحقق نتيجة مادية عشان عقبه عن الفعل الايه؟ الذي رتب نتيجة مادية نتيجة الاهمال بنسميها طائفة الجرائم المادية الذي اشترط المشرع شروط معينة في النتيجة الاجرامية عشان اخذه بالاهمال واتخذ من جسامة النتيجة دي معيار لتجديد العقوبات يعني هل انا وضحي بس تكون صبور معي شوية معيك هل من الممكن اللي انا الغي كل هذه العقوبات واهل اللي بيرعى هذا الطفل سواء كان وليدية سواء كان من يتبنى الطفل اي مكان صفته ليه مراكز الاصلاح والتأهيل لا جاء المشرع لان احنا عندنا مشكلة في العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة ما يبقاش عامل جريمة زي ده يقدروا ديله ست شهور وحطه مع راجل يعني محتكب جريمة جاسم اخترت كمان على كيان أسرة ولذلك المشرع المصري كان حكيم ولجأ لبداء للعقوبة سالبة الحرية في نفس القانون وقال والله انا ممكن اخذ الراجل ده واهله انزله وبعدين اهله وشاب عمله القصور برضه هنا حسب رؤية القاضي يعني اذا ارتأ القاضي انه لابد بتوقيع العقوبة فيتم توقيع العقوبة اذا ارتأ القاضي انه عن غير عمد ارتكاب هذه العقوبة فبالتالي قدر لنا يكون الحكم بتاله اخضعه لمركز الاصلاح والتائه الأفندي الاهمال هنا جريمة الاهمال جريمة ولكن المشرع المصري قبل ما وديه المحكمة قال والله في بدائل ان انا بنزله وبقعد تأهيله لمدة ست شهور عظيم ولكن وهو بيعمل لي مشروع القانون ما قال ليش هنزره واستنى كام او انزره خلال ايه وهو لازم موعيد هامة جدا ولكن هو الاطلال دايما المحاولات التشريعية الاولى بيبقى فيها شيء من النقص والقصول لانه هو في الاول وفي الاخر عمل ايه بشري احنا عايز اقول لحضرتك كتير من التشريعات التي اتعنى بالمرأة اللي السبع سنين اللي فاتوا دولة كانت خيرا شاهد ان المشرع احنا ما كناش نعرف جريمة اسمها جريمة ختان الاناس كناش نجرامها المرأة خدت حقها كامل ونص المشرع المثل واعتبر الفعل جناية واعقب عليها بالسجن المشدد لابد ان يعلم الناس هذا الموضوع البالغ الخطورة كفى الحقوق المرأة فيما تعلق بالحماية في الشرف وفي الاعتبار ولكن هنا في حماية الطفل المشروع بقانون هو رائح ولكن يحتاج بعض الرطوش التجميلية حتى يبلغوا حد الكمال طيب يمكن من بين المواد اللي تم مبارح تعديلها في مشروع القانون اللي هيقدم لمجلس النواب بنكلم على فكرة التأخر في تسجيل الطفل تمام ايه اهمية النص ده تحديدا لان احيانا بيكون بعض اولياء الامور شايفين ان عندي مشاغل اخرى وهسجله هتأخر شوية بس هيتسجل كده كده في الاخر يعني الطفل حي يرزق الطفل يعني لن يرتكب فعلي وعقب عليه القانون لانه لسه طفل فانا بعاية ممكن لحتى ست شهور اللي انا سجل حتى سنة محدش لسه يعني هيقدر يبقى حاسس ان الامر ده في نوع من انواع الشوايب او نوع من انواع القصور فايه اهمية النص ده تحديدا لا ده اهم نص ده ليه لان ده بيعود للتكامل الصحي والجسد للطفل من الدولة المصرية من الدول القليلة عالميا اللي بتبدأ منظومة رعاية صحية للطفل من تاريخ ميلاده فبيبقى فيه تطعيمات يعني واحد المولود بتاعه يتولد واحد اتناشر فيقولك لا 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 انا اصبر الشهر ده عشان يقيده ويبقى واحد واحد عظيم وده بيحصل او يبقى خليه مع تاريخ ميلادي انا او امور تبريرات يعني تنبئ ان الرأي العام الصالح لم يتشكل بعد هذه قولا واحدا الرأي العام الصالح لم يتشكل بعد الدولة المصرية بتقوم على منظومة صحية متكاملة تشرف عليها ببراعة وزارة الصحة وحضراتكم بتعلنوا في مناسبتها وتكرروا التنبيه والاعلان عن الحملات التي تقدمها الدولة لرعاية الطفل ابتداء من ساعة ميلاده لتطعمات فهو التاني بقى بياخر في الابلاق فبضي على الطفل مواعيد التطعمات دي وبما يترتب عليه بقى من اثار خطيرة للطفل قد خسور في منظومة الصحة للطفل او القافة مرض الشلل للدولة المصرية تتبوأ المراكز الأولى في مواجهتها بنعرض الطفل لها والذلك كان حريا بالمشرع المصري أن ينبه ويفرض جزاء للتأخر في الابلاق يعني إذن نحن أمام مشروع قانون في ظاهره وباطنه باستثناء بعض الملاحظات اللي حضرتك قلت عليها هو مشروع قانون جيد من حيث المكتسبات التي يحصل عليها الطفل وحماية حقوق الطفل أيضا نحن بنشكر حضرتك كدكتور مصفى السعداء وأستاذ القانون الجنائي كنت حيك ضيف كريم وعزيز علينا في صباح الخير يا مصر شكرا تحيات لحضرتك مشاهدين دلوقتي نسيب حضراتكم مع فاصل سريع لكن فقرات صباح الخير يا مصر متواصلة معكم حتى العشرة صباح على حضرتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ويمكن زي ما قلنا في افتتاح هذه الحلقة أن كانت الأنظار كلها تتوجه صوب أرض المعارض في مدينة ناصر حيث انطلاق الفعلي للحوار الوطني لأن مبارح انطلقت فعليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة ومختلفة من القوى سواء كانت السياسية القوى النقابية والمجتمع الأهلي وكل يعني أطياف المجتمع المصري بشكل عام والشخصيات العامة والخبراء وغيرهم من المصريين الموجودون أو الموجودين في هذا الوطن العظيم من أجل الوصول لحلول توافقية ومساحات مشتركة المساحات دي بتستوعب كل المجتمع على اختلاف يعني أطيافه وفعاته العمرية أيضا سواء كان أو النوعية من شكل آخر بحثا عن أولويات هذه المرحلة والمرحلة القادمة لتدشين وتأسيس جمهورية جديدة تستوعب كافة الأطياف خلونا نتكلم بشكل مفصل عن انطلاق جلسات الحوار الوطني مع ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف اللي من عورنا في السودية صباح الخير يا سواء صباح الخير يا فندم على حضرتك وصباح الخير على كل السيدة مشاهدين سواء جمال تبعت يعني زيك زي كتير من المصريين أكيد جلسات الحوار المصري الوطني لكن أنا يهمني كيف تابعت أو كيف تابعة الأستاذ جمال رائف جلسات الحوار الوطني أننا نكون الآن نصق فكري ومصار فكري مهم للغاية لاستكمال الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة وبالتالي نحن ننظر لهذا العصف الزهني وهذا الحراك الفكري في المقام الأول أنه أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة لأن نتحدث عن الحاجة الماسة لإخراج أفكار وإخراج أطرحات وإيجاد حلول مش لإعادة البناء ولكن لاستكمال البناء وهذه هي النقطة الجوهرية في الحوار الوطني هذا الحوار جاء لمجابهة التحديات المستجدة في المقام الأول من وجهة نظري لأن التحديات التقليدية الجميع يدرك وحتى الدولة المصرية أدت فيها دور أكثر من رؤية خلال الثمانية سنوات الماضية نتكلم على مكافحة الإرهاب أزيادة السكانية الكثير والكثير من التحديات التقليدية التي تورثناها خلال العقود الماضية هذه الدولة اشتغلت عليها نعم الدولة تحتاج تطوير أداءها في بعض هذه التحديات وده مهم والدولة الآن من خلال الحوار الوطني تنصط لبعض الأفكار ولكن أيضا التحديات المستجدة أعتقد أن أحد أهم محركات هذا الحوار يعني إيه تحديات المستجدة يعني إحنا خلال الفترة الأخيرة جاءت جائحة كورونا بتبعاتها الاقتصادية جاءت تضخم العالمي بتبعاتها الاقتصادية جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية بالضبط وبالتالي أنت هناك متغيرات دولية وإقليمية أفرزت تحديات تجدات وتحديات بالضبط أنت ما كنتش ربما يعني نعم كنت مستعد لها ربما بخطوات استباقية يعني مثلا في الأمن الغذائي أنت بالفعل كنت منجز الكثير من المشروعات في الأمن الغذائي والصحاب الزراعية وغيرها من الأمور ولكن أيضا الاستمرار في المحافظة على تخفيف تبعات مثلا أزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري تحتاج إلى تكاتف من كل القوى الوطنية لإيجاد حلول مبتكرة لتخفيض التضخم وأيضا يعني استمرار مصر في النموهة الاقتصادي وبالتالي أنا أرأي أن هذا الحوار كما قلت هو أحد المصارات السياسية والفكرية المهمة جدا لاستكمال الطريق نحو الجمهورية الجديدة وإذبات أن الدولة المصرية وقدراتها السياسية والفكرية وطبعا من خلال القهد السياسية المصرية تستطيع أن تلتف وتحتوي الجميع تحت مظلة الوطن والمارأينا مبارح مشهد في الحقيقة مبهر وأكثر من رائع وبيعبر عن أن هذه الدولة صاحبة خضارة وصاحبة تحضر لأن الانطلاق من الهوية الوطنية التي تجمع الجميع ومن مظلة الدستور الوطني ومن مظلة الدولة الوطنية واحتواء الجميع تحت صقف واحد تختلف مع بعض ما يقوله المنتمين لهذا الحزب أو ذاك الحزب أو تتفق مع هذا ولكن في الآخر الجميع يقف على أرضية واحدة هي أرضية الدولة الوطنية ويستظل بالدستور المصري وراية الوطن وبالتالي أنا أعتقد أن المشهد يؤكد أننا جميع نتفق على أننا نريد أن نقوم بخدمة هذا الوطن وخدمة هذا الشعب وتلبية طموحاته وتطلعاته نحو المضي نحو جمهورية جديدة ربما يكون هناك اختلافات في وجهة النظر حول المسارات التي من الواجب أن نتباحها ولكن الاتفاق أننا لدينا هدف واحد وهو الوصول إلى جمهورية جديدة تلبي تطلعات وأمال الشعب المصري يعني يمكن كان فيه كلمة افتتاحية في بداية المؤتمر تحديدا بالأمسة أو الجلسة الأولى النقاشية بهذا المؤتمر مؤتمر الحوار الوطني تحدث فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحدث أيضا عن أن هذا المجتمع له العديد من الخصاص والعديد من الإمكانيات التي تتيح أمامنا العديد من البدائل التي ربما تكون طوق نجاة في هذه المرحلة لإعادة أولوياتنا وترتيب أولوياتنا والتحاور لابد من إعلاء ثقافة الحوار للوصول لأهدافنا المشتركة التي نجتمع عليها جميعا تبعت إزاي كلمة السيد الرئيس بالأمس؟ يمكن كلمة السيد الرئيس بتجدد الرهان على قدرات الشرع المصري وعلى قدرات المواطن المصري لإمكان بنرى السيد الرئيس يراهن أن هذا الشعب والمواطن المصري لديه هنا بقى مكلمة عن المواطن سواء كان من النغبة السياسية أو من الخبراء أو من الأحزاب المواطن المصري بشكل عام لديه طوال وقت القدرة والإمكانيات والتباين أيضا في القدرات والإمكانيات حتى ما بين مختلف طواقف الشعب بيؤكد أن الدولة مصرية تستطيع وده اللي أكد عليه السيد الرئيس بالأمس وأعتقد أن الكلمة محفزة للغاية لكل النخب السياسية ولكل المشاركين لبذل الجهد والعطاء من أجل إنجاح هذا الحوار توفر الإرادة السياسية هي كلمة السر سواء في إيجاد الحوار الوطني أو في إنجاح أيضا مخرجات هذا الحوار لأن الضمانة الحقيقية في إنجاح مخرجات هذا الحوار الوطني هو توفر الإرادة السياسية من خلال القيادة السياسية المصرية سيد الرئيس عبدالفتح السياسي لأن هو من اتخذ القرار بإيجاد هذا الحوار وهو أيضا من يستجيب بشكل سريع شفنا لجنة العفو الرئاسي شفنا القرار الخاص بالشرف القضائي على الانتخابات وسرعة الاستجابة إذن ده أمر مطمئن سواء للشارع أو للمشاركين في الحوار ويحفزهم على بدل المديد وإخراج المديد من الأطرحات والأفكار هناك قيادة سياسية يمكن ده اللي لمسوا أعتقد الغالبية العظمى لم يكن كل الأحزاب المصرية اللي كان البعض فيها بيشكك في البداية لكنه قرر المشاركة في الساعات الأخيرة لأنه رأى أنه أمام حالة حوار حقيقية تعال وقدم اللي عندك وقول أفكارك والرؤاك وفيه فعلا استجابة جدة من السيد الرئيس ويمكن ده انعكس مبارح على شكل الحضور شفت مبارح شكل الحضور إزاي؟ يمكن كان فيها أشخاص لسنوات لم نراها رؤى العين شكل الحضور في الحقيقة هنا متنوع للغاية وزي ما حرج بتقولي كان هناك شخصيات عامة وشخصيات حزبية كانت زهورها قليل أو لم تظهر منذ فترة ولكنها قررت الزهور وده أمر إيجابي أن هناك مصدقية في هذا الحوار ده بيؤكد أن هذا الحوار الجميع يصدق فيه ولم يتم إقصاء أحد بالزبط وكمان ده عليك أن تستغل الفرصة يعني الآن الكرة في ملعب الأحزاب والنخب وحتى المعارضة الوطنية التي أتمنى أن تتخلى عن فكرة فقط التوصيف معارضة الهدامة بالزبط يعني فكرة معارضة الهدامة دي يجب أن نتخلى عنها تماما لأنها غير إيجابية في هذا الوقت ولكن أيضا لا نريد المزيد من التوصيف ندرك جميعنا التوصيف عشان كده حتى الحوار الوطني ليه بقى مؤسسي؟ خلينا بالمناسبة المعارضة الهدامة ولابد أن تكون المعارضة بناءة في هذا التوقيت الحساس والحرج من عمر الوطن تحديدا لكن أنا كان في مشهد من المشاهد الحضارية جدا اللي شفتوا مبارح مجموعة وإن كانت مجموعة قليلة ولكنها أعطت رسالة لعشرات من شباب الأحزاب في أحزابهم لما نشوف رؤساء أحزاب ياخدوا المقاعد الخلفية ويتركوا المساحة الكبرى في الصفوف الأولى لشباب أحزابهم تحديدا ويمكن قد تحديدا أنا شوفت رؤى العين كان أستاذ يصير مطر مثلا يمكن دا امتداد لفكرة أن الحوار الوطني على فكرة في مصر ممتد وفيه زخم فكري حدث في مصر منذ عام 2014 أنا أعتقد أن الشباب كان أحد مرتكزات الحوار الوطني منذ عام 2014 يعني اللي كان يحصل في مؤتمرات الشباب دا كان حوار وطني ولكن ربما لم يكن يتسع ليضم كل الأحزاب وكل الفئات ولكن الآن بقى بننتقل بهذا الزخم الفكري لمرحلة أخرى مؤسسية عشان كده الشباب لهم مساحة كبيرة جدا في الحوار الوطني بل هم الدعامة الأساسية لإنتاج هذا الحوار يعني الأكدامية الوطنية للتدريب والتأهيل من أين أتت من أفكار الشباب من الزخم الفكر الذي أحدثه الشباب في مؤتمرات الشباب وبالتالي الشباب كان مؤسس حتى لو بشكل غير مباشر لإيجاد هذا الحوار الوطني الحالة الحوارية في مصر لم تبدأ اليوم وده أيضا الذي يجب أن نشير ليه الحالة الحوارية في مصر بدأت مع إقرار دستورة 2014 ووجود حياة شرعية برلمانية حقيقية وصحية فيها تمثيل حقيقي للمرأة وذوق الهمم وللشباب وأصبح هناك حوار في البرلمان عندما أصبح هناك مؤتمرات للشباب وغيرها من منصات كان بيها حوارات ولكن كانت لفئات ربما لم تتسع للجميع ولكن هذه المرة هناك مظلة بتتحدث عن الاتساع للجميع ضم كافة المتغيرات والفئات المختلفة سواء حزبية أو مجتمع مدني أو شخصيات عامة أو شخصيات مؤثرة خبراء وغيرين من الفئات وبالتالي الحوار الوطني أعم عشان كده مؤسسية الحوار الوطني كانت مهمة عشان كده اتخذت عام كامل حتى تظهر هذه المؤسسية المؤسسية هنا مش معناها أن هذه المؤسسة تتخذ مكان مؤسسة أخرى وده اللي أكد عليه مبرح دكتور دياء رشوان وده نقطة مهمة ولكن فكرة المؤسسية في ترتيب مجريات الحوار في أن يكون هذا الحوار حوارا له نتائج مستدامة لأن لو عادنا نتكلم بشكل غير منظم وغير منمق وغير مرتب وليس له أجندة وبالتأكيد سوف نتفرع لبعض النقاط الأخرى الغير مهمة سوف يكون هناك جدال غير منطقي ولكن حينما الآن نتحدث عن ثلاثة محاول رئيسية 13 موضوع بالضبط عن لجان فرعية تنبثق عن هذه المحاول عن مقررين عن مقررين المساعدين إذن هناك ضبط وأحكام لمجريات الحوار بالتأكيد كان يستلدم بعض الوقت وبالتالي هذا أمر مهم جدا وده في حريقة من دورات أيضا أنت بتقوله ده موجود في كتاب تم توزيعه بالأمس بيشمل ما تم إنجازه خلال العام تحديدا المقررين اللي حصل الموضوعات فكرة اللي انت حتى من لم يكن على ذراية بما حدث خلال الفترة فترة العام لأ تفضل علشان بس نجيبك من حيث انتهى الآخرون ونعرف المشهد في إيه هو ده اللي احنا بصدده النهاردة العام عملنا في إيه ما كانش عام في نوع من أنواع الرفاهية لأ كان فينا أقاد مستمر للمقررين والمعاونين ويمكن الأمانة الفنية بقيادة المستشار محمود فوزي يمكن كان لها دور كبير جدا في فكرة التنصيق وفكرة إحنا تفرعنا كده خلونا نرجع للنقطة الرئيسية أعتقد أمر مش بالهيل تبعت كلمات المتحدثين مبارح إزاي سواء كان المستشار محمود فوزي الرئيس الأمانة الفنية سواء كان المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أستاذ دياء رشوان وأيضا الدبلوماس القدير أستاذ عمرو موسى ونتحدث عن فريد ظهران وغيره من المتحدثين اللي ألقوا الكلمات هل الكلمات دي بتصفر أن احنا أمام نوع من أنواع الفكر الجديد؟ الأراء المتنوعة المتعددة اللي لابد اللي احنا نستمع ونستقل الأفكار المتبادلة عشان نقف على أرضية مشتركة ونقدر اللي احنا نروح للمستقبل بهذه الأفكار؟ بالتأكيد تنوع كبير جدا في مفردات الحوار بالأمس وانت دي محرك بتقول أطياف سياسية مختلفة واستمعنا لكلمات من مختلف الأحزاب المصرية سواء الأحزاب المؤيدة أو الأحزاب المعارضة وأيضا شخصيات عامة زي طبعا السيد عمرو موسى وغيرها من الشخصيات العامة وزي ما كنا نتكلم أنت كمستمع ربما تختلف في بعض النقاط أو تتفق مع شخص آخر في بعض النقاط ولكن هذا ما نريده هذا الزخم الفكري هو هذا ما نحتاجه ويمكن الكلمات في الحقيقة كانت معبر عن هذا التنوع الذي في الآخر يصب في صالح الوطن هذا ما نحتاجه الآن أن يكون هناك تنوع في الأفكار تبادل لوجهات النظر ولكن كما كنا نوضح لا نريد توصيف للأزمات ندرك تمام الإدراك التوصيف نريد الحلول بشكل مباشر وربما لا يمكن أن نحكم على رؤى الأحزاب من كلمات الأمس لأنها كانت كلمات ربما عامة بتعبر عن حراك الأحزاب وحراك الشخصيات العامة وترحبهم بهذا الحوار الوطني ولكن أعتقد بقى العمل بشكل جاد سوف يكون من خلال الجلسات وربما هناك مؤشرات بتقول أن بالفعل الأحزاب المصرية والكثير من الشخصات العامة في الحقيقة لديهم رؤى حققية لإيجاد حلول وقعية لكثير من التحديات المصرية عشان كده الكثير من الأحزاب والشخصات شاركت في الكثير من الاجتماعات والجلسات حتى على مستوى الأحزاب كانت مهمة للغاية وشملت جميع المحافظات المصرية لربما استبيان الأراء للمواطن المصري وجمع الأفكار وجمع الأطرحات وده كان أيضا على مدار السنة زي ما الأمانة في الحقيقة اتخذت مجهود أو عملت مجهود كبير جدا خلال العام وده لازم نشير إليه ويمكن دكتور دياء رشوان أشار إليه بالأمس وده كان مهم جدا وطبعا المستشار محمود فوزي أيضا أشار إليه لأن الأمانة الفنية والأمانة العامة للحوار كانت بالفعل بتعمل بشكل أكثر من رائع خلال هذا العام وبشكل منظم وفكرة الاستعجال في الحوار كانت ربما سوف كان بتروض الكثيرين الأمر مش إنك يعني مش يلا تعال هنروح نعمل حاجة هنروح نعمل إيه هذا الفكرة اللي إحنا لازم نرتب أولويات عشان نبعرفين إحنا هنقض نتناقش ونتحور فيه لأن الحوار لمقاومات لإنجاحه من أحد أهم مقاومات إنجاح الحوار الوطني أن يكون منظما ومؤسسيا مقاومات أخرى زي مثلا القرار السياسي اللي كنا بنتكلم عنه أن يكون لك إرادة أو يكون لديك إرادة سياسية من خلال القيادة السياسية المصرية لإنجاز هذا الحوار وهذا ما عبر عنه سيد الرئيس في دعواته للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية أيضا من مقاومات إنجاح الحوار على فكرة أن تكون الدولة لديها القدرة على تنفيذ مخرجات الحوار يعني لو الدولة ليست لديها القدرة على تنفيذ مخرجات الحوار هذا الحوار لن يكون لها قيمة وده أيضا متوافر الدولة لديها الآن قرار سياسي وبنية تشريعية يتيح تنفيذ مخرجات هذا الحوار. عشان كده بالأمس الحديث عن إيه؟ عن أن السيد الرئيس بيستجيب للأفكار والأطرحات. وبالتالي هناك ضمانة تنفيذية. وأيضا هناك بألمان مصري يستطيع أن ينجز التشريعات اللازمة لتنفيذ مخرجات هذا الحوار. وده أمر في غاية الأهمية. وبالتالي أنا أعتقد أن التنوع الذي نرجع تاني لفكرة التنوع. التنوع الذي أنصتنا إليه بالأمس. وإن اختلف معه البعض أو اتفق معه البعض مفيد جدا. بيؤكد أن الدولة المصرية لديها بناء ديمقراطي خاص بيها. لديها تجربة سياسية. هل اختلف من أولها كده أستاذ جمالي؟ هو في بعض اختلف كمان؟ بالأكيد. يمكن طبعا. لسه ما بدأناش. لسه منقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حتى لم نستمع لأفكار تجاه موضوعات بعينها. كل ده هو جلسة تعتبر يعني استكمالا للجلسات الإجرائية. أعتقد وإعلان على بداية القوار بشكل. أنا فاهم ما هو ده اللي أتكلم عنه. لو هو فكرة لسه هتشكك برضو ثانية. لا مش تشكي. ما هي دي الرسالة اللي أكد عليها مبارح الأستاذ طياء رشوان المنصق العام. لما قال تابعونا رأبونا وإذا انحرفنا أحيانا عيدونا إلى الصواب وشاركوا ووجه دعوة بالمشاركة للجميع شاركوا لأن لابد أن يكون هذا الحوار بكم. وده كانت مشاركة ورسالة لي الشعب المصري بكل فئاته شايف برضو الرسالة دي ازاي؟ يعني أعتقد هي دي ردا على الناس اللي ممكن تنظر من غير ما تعرف إحنا بنعمل إيه أصلا. لا رأبونا واسمعوا إحنا بنعمل إيه وقولوا رأيكم ورسلوا مقترحاتكم أكيد. لا وقت للتنظير. وقت هنا للعمل الفكري المهم لإيجاد حلول وقعية لمجابات التحديات. ولكن هنا المقصود به الأطراض أو التأييد لأن كل طبعا مواطن مصري لديه أراءه وانتمائته حتى الحزبية أو السياسية فربما يعجبه مثلا حديث حزب ما ولا يعجبه حديث حزب آخر. وبالتالي ده وارد أنا هنا رسالتي للمواطن المواطن المنتمي علينا أن نتجرد هنا بقى. مش حاوز أقولنا تجرد يعني أنت منتمي الحزب مثلا خلاص تجرد من انتمائك لهذا الحزب ولكن تجرد من أي انتماء سياسي وخلي. أنا مصري أنا مصري. ده اللي حديث أسلوله. أنا مصري بالضبط. أنا مصري. مصلحة الوطن إيه؟ نجتمع عليها ونقف على أرضية مشتركة كي نسعى ونصل إلى الغاية. بالضبط. تحيد هنا بقى أنك بتحب هذا الحزب أو ما بتحبش هذا الحزب. بتحب هذه الشخصية العامة أو ما بتحبش هذه الشخصية العامة. هذه الشخصية إذا قالت أو قالت فكرة تصلح أنا أعتقد أن الجميع سوف يصفق لهذه الشخصية العامة. إذا هذا الحزب قال فكرة تنقذ الوطن من أمر ما أعتقد أن الجميع سوف يصفق لهذا الحزب. هذا ما ما نريده هو أن نحيد انتماءاتنا الحزبية والفكرية وأن فقط نعلي من الحس الوطني وأن ندرك أننا جميعا الآن في مجابهة تحدي حقيقي لإيجاد مكانة مرموقة لهذا الوطن في ظل عالم جديد عالم يتشكل أمام الدولة المصرية من خلال حوار الوطني ليس فرصة لمجابهة التحديات الداخلية أعتقد أن رسم ملامح الدولة المصرية الحديثة الدموقراطية وده اللي أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس ورسم هذه الصورة المصرية الحديثة أعتقد أنه مفيد للغاية في ظل عالم جديد يتشكل من حق الدولة المصرية أن تتبوأ في مكان طليق وتاريخ هذا الوطن السيد جامعة في ممكن الحوار الوطني والحديث عن الحوار الوطني هو حديث مستمر وسيستمر معنا خلال الفترة القادمة لفترة مش عاوز أقول طويلة عشان ما يكونش متشام لكن لابد أن يكون هذا المجتمع في حالة حوار عشان كده الحوار هيظل مستمر وأيضا فقرتنا مستمرة مع حضرتك لكن هنطلع دلوقتي لموجز لأهم الأمباء التاسعة صباحا ونرجع ونكمل بيت الحديث عن هذا الموضوع تحديدا الحوار الوطني مشاهدينا دلوقتي معدنا معها التاسعة صباحا مع لمياء اتفضل يا لمياء شكرا لك أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دعوته للحوار الوطني التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أكد الرئيس السيسي أن مصر الغالية تمتلك من كافة العقول والكفاءات وصدق النواية وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وأملنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونكتمع على كلمة سواء مشيرا إلى أن تعظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة عززت ضرورة الحوار معربا عن تطلوه بأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات ودعا رئيس السيسي كل المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاح هذه التجربة الوطنية المحترمة وأقحم المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق اختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية من جلسات الحوار الوطني بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من أعضاء الحكومة بمشاركة أطياف المجتمع كافة جاء ذلك تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي منذ انطلاقه وطيقة الحوار الوطني حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفاعلة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة بما يدعم مأسيرة التنمية ورؤية مصر 2030 وخلال الجلسة الافتتاحية تم الحديث حول أسلوب عمل وتشكيل المحاور واللجان وأهم القضايا المزمع منقشتها بجلسات الحوار كما تم مناقشة مجموعة من الأولويات للدولة والمواطن المصرية من بينها العمل على إيجاد الوسائل الفاعلة لتحقيق تلك الأولويات قررت لجنة التسعير القائلة لمنتجات البترولية زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي ثمانية جنيهات وخمسة وعشرين قرشا للتر كما قررت لجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند ثمانية جنيهات وخمسة وسبعين قرشا للتر البنزين ثمانين وعشر جنيهات وخمسة وعشرين قرشا للتر البنزين اثنين وتسعين وأحد عشر جنيه وخمسين قرشا للتر البنزين خمسة وتسعين وكذلك تثبيت سعر بيع طن المزوت لغير استخدامات الكهرباء وصناعات الغذائية عند ستة آلاف جنيه للطن وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء في ضوء زيادة الأسعار العالمية لزيد الخام والمنتجات البترولية وسعر الصرف الجنيه أمام الدولار دعت رئيسة الحكومة التونسية نجل أبودن إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية بالإضافة إلى وضع خطة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجاهبة الشح المائي في تونس ودراسة المقترحات المقدمة من وزارة الرأي التونسية لتجاوز أو لتجاوز إشكالية الشح المائي في البلاد أفد ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوات الروسية وضعت معدات عسكرية وأسلحة ومتفجرات في مباني قسم التوربينات بوحدة الطاقة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تسيطر عليها منذ أكثر من عامة وفقا لللجنة التنظيمية النووية للحكومة الأوكرانية وشدد ممثل الوكالة الدولية في تقرير لهم على أن القرارات والإجراءات غير الملائمة من قبل الجيش الروسي تعرض للخطر كل من موظفي المحطة النووية وسكان المناطق المجاورة وأكدت الطاقة الذرية أنه في حال حدوث أمر طارئ في زابوريجيا فإن العواقب لن تؤثر على أوكرانيا فقط لأنها ستكون ذات طبيعة عابرة للحدود رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 5% و5.25% وقال الرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جورم باول بأن استقرار الأسعار من مسؤولية الاحتياطي الفيدرالي وأضف باول أنهم ملتزمون بإعادة مستويات التضخم في الولايات المتحدة إلى 2% وهو الهدف الذي لا يزال بعيدا مشيرا إلى أن واتيرة النمو الاقتصادية لا تزال متواضعة في الولايات المتحدة مشاهدينا انتهى موجزات تاسعة ونعود باستكمال باقي فقرات صباح الخيرين مصر بعد الفاصل نصبح على حضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين في الحديث نتحدث مع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف لمشرفنا في الستوديو وفي موضوع الحوار الوطني تحديدا بنتحدث عن ما يدار بالأمس من خلال وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني تحديدا أعود أعرف منك أستاذ جمال إزاي شفت الكلمات وأعرف منك أيضا ربما يتحدث البعض في الشارع عن إزاي أعمل الحوار الوطني وإيه أولويات الحوار الوطني؟ وليه الحوار الوطني ده؟ ما تعملش قبل كده يعني إذا كان هذا الحوار الوطني هو يرتب أولويات الدولة المصرية خلال الفترة القادمة ليه ما عملناهش قبل كده؟ قبل ما التحديات تزيد وتبقى جائحة كورونا وتبقى نقص سلاسل إمداد وغيرها من التحديات التي أعلمها الكثير سؤال صعب ومركب ولكن تعلم فصل الجزء الأول الذي له علاقة بكلمات الحضور بالأمس يمكن كانت هناك كلمة للقائمين على الحوار أو كلمات للقائمين على الحوار هذه الكلمات كانت شريحة لطبيعة العمل سواء منذ بداية دعوة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي للحوار حتى نعقاد الجلسة بالأمس وشرحت الخطوات بشكل مفصل سواء دكتور ديقدر رشوان أو مستشار محمود فوزي شرحوا إزاي الأمانة العامة والأمانة الفنية قاموا بالإعداد لهذا الحوار طبعا مع التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل سواء من خلال استيعاب الشخصيات العامة والإنصاط للأطرحات والتنصيق لمحاور الحوار التي تضم محاور ثلاثة رئيسية المحاور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانبثاق لجان فرعية عن هذه المحاور الثلاثة ويمكن هنا الإشارة لنقطة مهمة جدا أن بالفعل المحاور بتشكل كل ما يشغل بال المواطن المصري في الشارع ويمكن المحاور الاقتصادي له نصيب الأسد شوية بنتكلم على عدد أكبر من اللجان وده لطبيعة المرحلة لأن المرحلة مش بس في مصر مرحلة في العالم تتحدث فقط عن الاقتصاد هلما تتصفح الأخبار صباحا ترى يعني معظم الأخبار تتحدث عن الاقتصاد والأزمات العالمية وغيرها من الأمور وبالتالي كانت كلمات القائمين على الحوار يعني بتشرح الجهد الذي تم خلال العام ولماذا استغرق هذا الجهد عاما كاملا لأنه كان جهدا يحتاج إلى تنظيم وترتيب وإعداد مؤسسية لهذا الحوار ولقاحة مثلا فيما يتعلق به ويمكن دعنا تبعنا كل عشوز جمال لكن العام الكامل ده هو عام كان مليء بالتحديات لماذا لم يتم الحوار الوطني فيما يعني أو يتم الإعلان عنه قبل ما التحديات دي تزيد طيب لماذا أتى الحوار الوطني الآن لأنك باختصار وبشكل مبسط حينما خرجت الدولة المصرية من ثورة 30 يونيو كانت في مرحلات بناء الدولة مرحلات بناء الدولة لها خطوات مش هينفع أبتدي من آخر خطوة أو من خطوة فئة منتصف وأترك الخطوات الأولى خطوات الأولى إيه؟ تثبيت ركائز الدولة صحيح أنت كنت الأول خارج الدولة يعني خارج من ثورات وحروب على الإلهاب وغيرها من أمور وتدهور اتصادي كانت تحديات داخلية أعتقد في البداية فقط وخارجية يعني أنت يعني الغالبية العظمى لها تحديات داخلية طبعاً أنت ما كانش فيه مؤسسات غير متماسكة وكمان حتى على صعيد الخدمات ما كانش فيه طقاءة كهربائية ما كانش فيه أموبيتو الدجاز يعني كان الناس مصطفى أمام الأفران للحصول على رغيف خبز كانت الكهرباء مقاطعة طوال الوقت إذن مؤسسات الدولة الأول يجب أن تثبت ركائزها عشان مين هيعمل الحوار ومين اللي مشرف على هذا الحوار ومين اللي حقق مخرجات هذا الحوار مش مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية لسلطات الثلاثة وبالتالي يجب أن يكون الأول في مؤسسات عزي برلمان على الأقل ينفذ هذا من خلال قوانين وتشريعات وده مقاومات إنجاح الحوار أن يكون فيه الأول قرار سياسي وده من خلال طبعاً كده السياسية وأن يكون لدى الدولة القدرة على تنفيذ مخرجات الحوار عشان كده لازم يكون فيه مؤسسات في الدولة قادرة على تنفيذه وأن يكون هناك فيه استقرار داخلي في الدولة من الصعب ومن المستحيل أن نتحدث عن حوار في حالة حرب على الإرهاب ليه؟ لأن الدولة كلها حاجة جهودها لمحاربة إرهاب والجميع متفق على هذه الأولوية وبالتالي نتحدث عن ترتيب أولويات إذن المجتمع بالفطرة وبمناسبة الحديث عن الحرب عن الإرهاب يمكن دلوقتي فيه فعاليات بتقام أو اجتماع للجنة التنسيقية لمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مصر والاتحاد أو بين مصر والاتحاد الأوروبي وده يحدث الآن بمشاركة الوزير الخارجية سامح شركي شكري وهتتسلم مصر رئاسة هذه الدورة تحديدا يمكن ده استكمال اللي كنا نقول عليه أن حتى العالم الآن والاتحاد الأوروبي بيؤكد على نجاح مصر في مجابهة الإرهاب لإيه؟ لأنك عندك كبان خطة متكملة واستراتيجية واضحة متربطة المفاصل نتكلم على مجابهة الإرهاب كانت بتعتمد على مسلس مهم جدا وهو المجابهة المسلحة للعناصر التكفرية التنمية والإعمار والمجابهة الفكرية عشان كده النهاردة الاتحاد الأوروبي بيعتمد على مصر في رئاسة هذه اللجنة وهو مطمئن أن هذه الدولة الأفريقية العربية الشرق المتوسطية استطاعت أن تحقق بابع وكمل من الخبرات بالضبط بل سندة الدول أخرى لما نشوف مثلا استضافة مصر لتجمع السحل والصحراء أو مركز تدريب تجمع السحل والصحراء لمجابهة الإرهاب لما نشوف مسندة مصر في حتى إحلال السلم والاستقرار في الإقليم بشكل عام وحلول مصر السياسية وثوابت مصر تجاه الأزمات في المنطقة كلها أمور بتؤكد أن الدولة المصرية في الحقيقة كان لها رؤية متكاملة سواء سياسيا أو حتى أمنيا أو حتى فكريا أو تنمويا فيما يتعلق بمجابهة الإرهاب عشان كده نتكلم النهاردة عن أحد المنجزات الجديدة فيما يتعلق به أنا أعتقد أنه شهادة أوروبية بنجاح مصر وبنجاح التجربة المصرية في مجابهة الإرهاب بالعودة بقى لسؤال حضرتك لماذا تأخر؟ يعني ليه الناس بتقول أن ليه ما بتدرناش الحوار وطني مبكر؟ عشان نقولنا أن بناء الدولة له خطوات أول حاجة تثبيت ركائز الدولة المصرية إيجاد مظلة تحتوي هذا الحوار إيه هي المظلة اللي نستهدع لها الآن؟ الدستور إذن إن لم يكن دستور يعني موجود طب إيه المرجعية؟ زينا نحن الوقت ونعمل هذا الحوار أول حاجة بنقولها إيه؟ مرجعيتنا في هذا الحوار الدستور المصري في عام 2014 إذن كان علينا في البداية أن ننجز دستور أن تثبيتنا ركائز الدولة أنجزنا الدستور بنينا مؤسسات الدولة التشريعية كان هناك برلمان يحتاج إلى انتخابات وبالتالي انتخابنا البرلمان طبعا من قبلها طبعا انتخابات الرئاسة إذن هنا تثبيت مراحل تثبيت مؤسسات الدولة إنك انتخابت السلطة التنفيذية انتخابت السلطة التشريعية ثبت طورت مؤسسات دولتك الأمنية كمان على مستوى طبعا فكرة أعمدة الخيمة أنا عندي أعمدة وركائز أصبحت موجودة متماسكة من ثم لابد بقى من ترتيب أولويات بالضبط مين يقدر يختلف؟ إن دي أولويات يجب أن نمضي فيها الأول في مرحلة بناء الدولة من ضمن الأولويات التحدي أيضا لبعض المخاطر التقليدية محدش يقدر يختلف عليها ممكن نختلف في طريقة التنفيذ ولكن الجميع يتفق أن الأمن الغذائي كان أولوية لا يمكن أن نتنازل عنها وبالتالي الدولة المصرية اشتغلت عليها البنية التحتية الجميع يدرك أن البنية التحتية المصرية كانت مهلهلة للأسف وبالتالي أنت خلال السنوات الماضية أنجزت بنية تحتية كلها أولويات أحضر الإصلاح الاقتصادي أن تخرج من يتشوه أحيانا لما بيبقى الشخص موجود في نعمة يعني مشاهديننا دي كانت كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري في المنتدى الخاص بمصر والاتحاد الأوروبي تحديدا فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب أستاذ جبال تبعت كلمة السيد وزير الخارجية سامح شكري ويمكن زي ما كنت بتقول أبل كده هو عرض الجهود التي قاومت بها مصر في التصدي من أمام هذا أو هذه الظاهرة تحديدا ظاهرة الإرهاب ومن ثم بدأت في الإصلاحات الاقتصادية والترمية الحقيقية بالتأكيد يمكن بداية هذه شهادة دولية بنجاح التجربة المصرية في مجابهة الإرهاب وده أمر بيؤكد أننا بالفعل مضاينا نحو الطريق الصحيح وستطعنا أن نبلور تجربة مصرية خاصة بنا في مجابهة مش بس العناصر التكفرية ولكن في مجابهة الفكرة في مجابهة الطرف بشكل عام عشان كده كلمة وزير خارجية اليوم أكدت على هذه العناصر المكونة لهذه الاستراتيجية المصرية في مجابهة الإرهاب المتعلقة بالمجابهة المسلحة للعناصر التكفرية التنمية والشق الاقتصادي لأن أيضا مصر اعتمدت على التنمية وإيجاد بنية اقتصادية كعامل مهم جدا لقاطع الطريق على وصول الأفكار المتطرفة للأجيال القادمة لأنك لما توفر فرص عمل لما تشغل المواطن بالإعمار والتنمية والاقتصاد وفرص العمل بالتأكيد ده سوف ينحي عن الذهاب إلى الأفكار المتطرفة العنصر الآخر وده المصر الأصعب بالمناسبة في مكافحة الإرهاب فكرة اللي أنا بكافح الإرهاب وبعمل بالتوازي على عمل تنمية حقيقية وكمان بقى فيه عنصر تالت كم ماشي بالتوازي هو المجابهة الفكرية أنت تجديد الخطاب الديني كمان تطوير العمل والأداء الإعلامي تطوير أدوات قوتك النعمة زي ما نشوف الأعمال الدرامية والمسلسلات المصرية والأفلام وغيرها من أعمال الدرامية وأيضا الخطاب الإعلامي تطور بشكل كبير جدا ليصبح خطابا تنويريا حقيقيا وبالتالي أنت سواء على صعيد المجابهة المسلح أو على صعيد البنية الاقتصادية والتنموية أو على صعيد المجابهة الفكرية استطعت أن تحقق نجاح وضعك اليوم في مقدمة الصفوف في المجتمع الدولي ليس بس تستعرض تجربتك ولكن أيضا لتساهم في قيادة العالم في مجابهة هذا الفكر اللي النهاردة سيد سامح شوكري وزير الخارجية بتحدث أنه لم ينتهي بعد وهذه نقطة ولم ينتهي أعتقد بالتأكيد يمكن هناك مدالة بؤر ساخنة في العالم يعني تحتفظ بعناصر إرهابية وبالتالي علينا أن نحطط علينا أن نظل في يقظة كاملة ده حتى نستمع له في الخطاب الداخل المصري حينما نستمع له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما يتحدث في هذه القضايا يتحدث أن علينا طوال الوقت أن نظل في يقظة علينا طوال الوقت أن نظل مستعدين لهذا الخطر أو غيره وبالتالي أنا أعتقد أن الدول بس مش الآن في مرحلة مجابهة ولكن حتى الدول التي جابهت ونجحت عليها أن تظل في يقظة عشان كده الدور المصري لم ينقطع بل أنه دور متصل لتصدير هذه التجربة عالميا الآن لأنها تجربة أثبتت نجاح بشهادة الاتحاد الأوروبي بشهادة الاتحاد الأفريقي جمعات الدول العربية الجميع يتحدث جميع المنظمات الإقليمية والدولية هنا تتحدث أن التجربة المصرية صاد أن تحقق نجاح حقيقي على أرض الواقع وبالتالي معاونة الدول الأخرى في التصدي لهذا الخطر سواء من خلال استعابها هذه التجربة وإيجاد مفرداتها على أرض الواقع أو من خلال المشاركة في إحلال السلم والاستقرار الدولي سواء من خلال المشاركة المصرية في رئاسة أحد أهم المنصات المتعلقة بهذا الأمر أو زي ما نشوف دور مصر في مجلس الأمن أو في مجلس السلم والأمن الأفريقي ودورها في كافة المنظمات الدولية والإقليمية وبالتالي أنا أعتقد أنه دور مصري متصل ادمنى على تجربة حقيقية في مجابهة الإرهاب والفكرة المضطرف الجميع اللي نهاردة بيشيد بيها وبيؤكد أن هذه التجربة بالفعل تستحق التحية والتقدير وأيضا الاستعانة بيها في مجابهة هذا الخطر الذي يتزامن وده أيضا مهم مع مخاطر وتحديات أخرى أيضا وزير خارجية النهاردة أشار إليها زي طبعا مخاطر التي لها علاقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعات دخم العالمي وحتى التغيرات المناخية التي خلقت صراعا على الثروات نعم يمكننا بسا نتبع الصور الخاصة ببقي الكلمات المتحدثين في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب اللي بتتسلم مصر يعني رئاسة هذه الدورة في أو مع الاتحاد الأوروبي تحديدا لكن أساد وزير الخارجية سامح شكري تحدث أيضا عن ما يتم من تمكين المرأة داخل مصر هل تمكين المرأة في مصر دور في صد أو وقف يعني هذه الأفكار المتطرفة بتأكيد المرأة هي المحرك الأساسي لأي أسرة مصرية وده طبيعة المجتمع المصري وبالتالي كان الارتكاز أيضا على المرأة في حتى التنمية في المجابهة الفكرية كان حاضرا وبقوة وأعتقد حتى دعم المرأة المصرية في المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر يدخل تحت فكرة هذه التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية اللي احنا زي ما قلنا التنمية أيضا جزء من مجابهة الفكر المتطرف شفنا إزاي الدولة المصرية في الحقيقة وجهت خطاب مهم بيعتمد على الارتكاز على المرأة المصرية وقدراتها في حماية هذا الوطن المرأة المصرية كانت حاضرة في ثورة 30 يونيو كانت حاضرة في الاستقاقات الانتخابية كانت حاضرة أيضا في مجابهة الإرهاب من خلال سواء تضحياتها شفنا حتى يعني حوادث الإرهابية نالت من المرأة المصرية سواء كانت في صفوف الشرطة المصرية أو كانت حتى مواطنة مدنية وبالتالي نحن نتحدث عن سواء على صعيد التضحية أو على صعيد المشاركة المجتمعية المرأة المصرية كانت حاضرة وكانت مسندة وكانت محرك في الحقيقة لي الأسرة ولي المجتمع على المصر طيب نعود بقى لموضوعنا الأساسي لأن أعتقد ملف الإرهاب كان من الأولويات التي تقوم لها الدولة المصرية في وقت من الأوقات قبل تحقيق التنمية الحقيقية التي حدثت بالفعل بفضل مشروعاتها ملاقة قومية وفرت ألاف من فرص العمل لكن سؤالي الأخير لحضرتك هل هذا الحوار الوطني الذي نقف أمامه اليوم هو حوار يعيد الحياة أو يعطي قبلة الحياة لعدد من الأحزاب السياسية ومشاركة المصريين في الحياة السياسية والحزبية في مصر هذه نقطة بلغة الأهمية خاصة بالنسبة للأحزاب وأعتقد أنه فرصة ذهبية لأن تعبر الأحزاب مختلف يعني انتماءاتها وأيدلوجاتها عن نفسها وأن تتحدث للشارع بشكل مباشر وهنا سوف يفرز الشارع الأفكار ويحدد قدرة هذه الأحزاب على إنتاج أفكار قوية تستطيع أن بالفعل تجد حلول وقعية لبعض التحديات المصرية وبالتالي الكرة هنا في ملعب الأحزاب الإرادة السياسية والدولة المصرية بكافة مؤسساتها استطاعت أن توفر المناخ الآمن لهذا الحوار زي ما كنا نتكلم فيه من قوامات لإنجاح الحوار أصبحت متوفرة وبالتالي هنا النخبة السياسية والأحزاب عليها أن تثبت جدارة وأن تمضي نحو مخاطبة الشارع بأفكار وبأطرحات تستطيع من خلالها دولة المصرية بالفعل تحقيق تطلعات وأمال المواطن المصر وبالتالي هنا الكرة في ملعب الأحزاب وأيضا في نقطة الأحزاب في الحقيقة السياسية بالتحديد لا ينفع أن الحوار الوطني قبلة الحياة لإعادة لأنها بالفعل كانت ثورة 30 يونيو هي قبلة الحياة الحقيقية لعودة الحياة الحزبية في مصر لأن هناك أحزاب جديدة تشكلت وهناك أحزاب قديمة استطعت أن تعود لممارسة دور أنا هنا بتحدث عن أحزاب تشكلت بالفعل لكن ليس لها وجود حقيقي على الأرض وخاصة يمكن زي ما حياتك ذكرت هي فرصة ذهبية لكل الحياة يعني الحزبية والسياسية في مصر وتحديدا الحياة الحزبية لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس له ظاهير حزبي فبالتالي المساحة والملعب مفتوح لكل الأحزاب السياسية ما لديه أفكار ورؤى يطرحها ويبقى الفيصل والقول الحسم في النهاية للمجتمع المصري هو يعني صاحب الكلمة إذا كانت الأفكار التي تقدم والمنتج الذي يقدم هو منتج بالفعل بيحس بي الشباب بيحس بي المصريين ككل يبقى هو يعني المتصدر أكيد أكيد الفيصل هنا الفكرة الفيصل هنا أن تجد حلا حققيا الأحزاب والنخب والمجتمع المدني والشباب أمامهم الفرصة مفتوحة ومتساوية ومظلة الدولة الوطنية تجمع الجميع والوطن يتسع للجميع وبالتالي علينا أن نتنافس في إيجاد حلول والمضي بهذا الوطن نحو أماله وتطلعاته والمضي نحو الجمهورية الجديدة يعني الطم من مليون في المية العمالة غير المنتظمة في مصر في حياة الأمر يمكن مطمئنة دائما بقرارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتحظى دائما باهتمام كبير منه من يعني السيد الرئيس بهذه الفئة علشان كده شفنا خلال عيد العمال نتكلم في واحد مايو من يومين أو ثلاثة أيام تحديدا قرارات عديدة لدعم هذه الفئة كان آخر هذه القرار ما أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات كان قرار إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتفعيل عمل هذا الصندوق بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية ويتم صرف ألف جنيه كإعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة بالإضافة أيضا لتفعيل نسخة جديدة من شاهدات أمان اللي كانت أطلقت في عام 2017 لحماية العمالة غير المنتظمة من مخاطر العمل تحديدا خلونا نعرف تفاصيل ومعلومات عن هذه الإجراءات الجديدة من خلال الأستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة القوة العاملة صباح الخير يا سيد عبد الوهاب صباح الخير سيد أحمد صباح الخير يعني توجهات جديدة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة تحديدا يمكن أهمها زي ما تبعنا إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعملة غير المنتظمة زي بيهم هذا القرار شريحة كبيرة من العمال تحديدا وإيه الإجراءات التنظيمية أو القانونية أيضا اللي هتحدث لهذا القرار أولا صباح الخير يا فندم صباح الخير على جميع أستاذ المشاهدين في الحقيقة إن القرارات اللي أعلن عنها ألو مع حضرتك أستاذ عبد الوهاب في الحقيقة يا فندم السيسي في عيد العمال يعني جميعوها قرارات بتؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه حماية ورعاية العمال المصريين سواء في الداخل أو في الخارج صحيح في الحقيقة إن الناس مركزة أوية على ملف العمال غير المنتظم ولكن جميع القرارات اللي أعلن عنها فخامة الرئيس هي بالفعل قرارات مهمة يعني اتكلم فيه دم جزاو الهمم في سوق العمل اتكلم فيه تفعيل وتعزيز الاتفاقيات الدولية اللي موقع عليها مصر الخاصة بملف العمل زي ما قلنا ملف زاو الهمم زي ما قلنا مثلا المجلس الأعلى الحوار المجتمعي وتفعيل ظروف الفترة المقبلة لمنقشة مشروع قانون مهم جدا سوف يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر وهو قانون العمل المطروح حاليا في البرلمان بحيث أن الدولة المصرية بتتطلع وهي الآن يعني يطلق عليها دولة الحوار الوطني اللي طبعا شاهدناها أمس جميعا طبعا حوار بين أطراف الانتاج الثلاثة والمعنيين بملف العمل في هذا التشريع المهم اللي الدولة المصرية بتتطلع من خلاله إلى تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ولذلك فجميع القرارات وفيه طبعا باعتبار العامل المصري والسروة الحقيقية اللي هو طبعا بناة الأهرامات ثم يقومون الآن ببناء الجمهورية الجديدة هذه جزئية بخصوص الإعمال غير المنتظمة يعني قبل برضو ما نتكلم على موضوع السندوق فيه مسألة مهمة جدا يعني احنا النهاردة بصدد إصدار بيان صحفي بعد قليل اللي طبعا فيه بعض المواقع وبعض الصفحات وبعض الرسائل الوهمية والمشبوهة بدأت بتتواصل مع المواطنين دلوقتي بتحاول النصب عليهم بكافة الأشكال ولذلك وزارة القوى العاملة من خلال هذا البرنامج ومن خلال التلفزيور المصري بتنبه وبتحذر جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات الوهمية أو أي رسالة تصل لأي مواطن عبر الهاتف طبعا وزارة القوى العاملة لا ترسل معلش عوز عرف العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة يعني علشان برضو نوعي هذه الفئة أستاذ عبدالوهاب عاوز عرف فكرة هما أستاذ عبدالوهاب حدك سماني أستاذ عبدالوهاب أنا بس اللي أنا عاوز عرف من حضرتك لأنه كده عنوان عريض فكرة الرسائل اللي بترسل عاوزيني عرف برضو الرسائل دي علشان الناس يكون عندها دراية أكتر هو إيه إيه الفخ اللي هو هيقع فيه بيتحايلوا عليهم إزاي طبعا الرسائل اللي بتنسل طبعا أكيد عدد كبير جدا من المواطنين نحن جاتلنا يعني اللي يعمل المواطنين شكوى كتير جدا وناس بتتواصل معنا عشان برضو بتتحقق وده شيء إيجابي جدا الرسائل اللي بتروح للمواطنين بتقول لهم إن اسمك يعني أن أنت حصلت على منحة أو إعانة من الأمالة غير المنتظمة وبيتحاول أنها تتواصل معهم وتحصل منهم على أموال فطبعا إحنا بننبه وبنحذر المواطنين من أنصياك وراء هذه وصلت الفكرة فكرة المسجات اللي بتوصل بإدين الداتا بتاعتك علشان خطرة للأسف حضرتك حضرتك مسابين يا سوز عبدالرهاب ولم ترسل هذه الرسائل الوهمية ولديها صفحة على الإنترنت ولديها موقع إلكتروني ولديها مقرات في كل المحافظات اللي هي مدريات القوى العاملة إحنا عندنا في كل مدريات قوى عاملة ما يسمى بإدارة حسابات العمالة المنتظمة نعم بنسمى للصندوق اللي جع إليه فخامة الرئيس عفتاح السيسي زي ما أنا قلت في أكتر من حديث هو فكرة عبقرية جدا لأن بمقتضى تأسيس هذا الصندوق توفيسمح بضم فئات جديدة من العمالة غير المنتظمة لأن الحسابات الحالية اللي هي تابعة لوزارة العاملة في كل المحافظات طبعا يعني هي لا تسمح بدخول كل الفئات العمالة غير المنتظمة وبين المدريات القوى العاملة أو بين الوزارة بتتم عن طريق المقاول ولكن مع الصندوق الجديد سوف يستطيع أي مواطن يعمل عمالة غير المنتظمة وطبعا كلنا عارفين يعني هي عمالة غير المنتظمة اللي هو بيشتغل بشكل غير دائم طبعا يستطيع بمفرده أنه يتوجه لتسجيل بياناته طبعا وده كله هيعلن عنه طبعا زي ما حضرتك قلت الخبر أن طبعا هذا الصندوق بيحتاج إلى بعض الإجراءات القانونية والأحية إلى آخره وطبعا وده طبعا إن شاء الله حيتمي في أقرب وقت لأنه طبعا بتوجيه واهتمام مباشر من فخامة الرئيسة عبدالتاح السيدي الهدف من هذا الصندوق زي ما قلت لحضرتك هو التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بحيث أن احنا بنستهدف السنادي مثلا لو إن شاء الله هذا الصندوق تم تأسيسه إن شاء الله في أقرب وقت جدا إحنا بنستهدف يعني أكثر من 2.5 مليون عامل غير منتظم الهدف أيضا تقديم رعاية وحماية صحية واجتماعية لهم أفهم شاء الله لتوسع تقاعدة البيانات الاهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة اللي هي وجهة التحديات الكبيرة جدا في خلال الفترة اللي فاتت في الوقت اللي كان فيها هذه الفئة حول العالم بتعاني من غياب الحماية بتعاني من مشاكل عديدة جدا لأنها أكثر الفئات بتأثرت بأزمة كورونا الدولة المصرية لم تنس أبنائها أبدا لأن أبنائها دول هم طبعا بنات زي ما قالت لحضرتك هم التواعد الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة وبناء الوطن على مدار التاريخ منذ الفرعنة حتى الآن طبعا الدولة لم تنساهم وطبعا حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة على مستوى الجمهورية يعني هي طبعا اتأسست مع قانون العمل الحالي 2003 ولكن تم تفعيل العمل بها في 2007 وحتى الآن أن فقط ما يقرب من 2.5 مليار جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة منها مليار وربعمائة مليون جنيه كانت أيضا دعم لي المنح الرئاسي اللي أنا أعلن عنها فخامة الرئيسة عفتاح السيسي يعني أنا بشكر حضرتك أستاذ عبدالوهاب يعني على هذا الكم الهائل من المعلومات وبشكرك طبعا أنت وفرت علي مشقة الأسئلة لأن حضرتك يعني حطت كل الإجابات وطرحت كل الإجابات يعني ما خلتنيش بعندي أسئلة أولها من وفرة المعلومات اللي حضرتك قلتها بالتأكيد وإن كان حسب معلوماتي أنا عارف أن السندوق العمالة المنتظمة حتى غير المنتظمة حتى لأن قاعدة البيانات اللي اتجمعت يعني ما وصلتش لل2.5 مليون عامل تحديدا وعارف أن في جهود بتتم من وزارة القوة العاملة علشان خاطر نقدر اللي أنتو تشملوا مظلة أكبر توصل ل2.5 مليون فتمنى بمجرد الانتهاء من هذا السندوق تكون أنتو أيضا انتهيتوا من يعني اتساع هذه المظلة علشان تشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة فئة العمال العمال في العمالة غير المنتظمة تحديدا اللي يمكن يعني دول بيعتبروا جنود العمل والانتاج والثروة الحقيقية اللي بتمتلكها مصر مشاهدين على أي حال كده نكون وصلنا لآخر محطتنا محطة الختام لحلقة النهاردة حلقة 4 مايو بنشكر حضراتكم على وجودكم واستماعكم لنا في يعني هذا البرنامج وبكده خلصت حلقتنا النهاردة صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة